بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك عليكم جميعا يا جماعة اهلا ومرحبا طبعا بحضرتكم النهاردة في المحاضرة الاولى من سيكسيجما وايت بيلت مع البشمالس اسامة مصطفى بشمالس اسامة غني طبعا للتعريف هو مدير مراقبة وتخطيط الانتاج بشركة انرجيا للصناعات الحديدية والخبرة المهنية اكثر من 18 سنة في مجال التصنيع المختلف للصناعات الحديدية ومدرب واستشاري معتمد من الاتحاد الدولي للجودة وحاصل على الحزام الاسود والحزام الاخضر من الاتحاد الدولي للجودة وحاصل على ليد اوديتور للايزو من الاريكا وهو كبير مراجعي نظم ادارة الجودة المعتمدة من هيئة الاريكا الدولية وحاصل على العديد من الشهادات في ادارة الجودة والمشروعات والسلامة والصحة والمهنية ودي مش طبعا اول مرة البشمهندس يكون موجود معنا دي المرة التالتة قدم معنا قبل كده كورس لين سيكسيجما وكان من اقوى القصات اللي تقدمت على النص بيم اربيا فونكس اكاديمي ويقدم معنا اللين ميستدولوجي ومعروف طبعا للبشمهندس بسم الله ما شاء الله زاده الله علما قدرة على توصيل المعلومة بشكل كبير جدا وجزاء الله كل خير على المساهمة معنا في هذه الدورة نتمنى طبعا من حضراتكم جميع عن التوفيق بشكل عام كده مع المحاضرات احنا مطالبين بالحضور وفي امتحان صغير هيكون في نهاية الكورس ان شاء الله بعد المحاضرة بينزل رابط الحضور في الشات بتاع التليجرام وبيقعد بالزبط ربع ساعة بعد ربع ساعة حددت بيكون مالية الفرق وبتعمل ارسال علشان دي الطريقة اللي بناخد بها الحضور والبشمهندس نزل لنا في قبل المحاضرة الفترة اللي هنشتغل عليها خلال فترة المحاضرة كاملة والماتيريال دي يفضل ان حضرت تطبعها بحيس ان انت تبقى مع المحاضرات ان شاء الله خلال فترة المحاضرة اي حاجة تزيد اي حاجة حضرتك تكتبها بازن الله اه برحب طبعا عن نيابة عنكم جميعا ونيابة عن اكاديمية بم اربيا فونكس اكاديمي بمشمهندس اسامة منصفة انا ونسألو محاضراتك يا بشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله بازن الله هنبتدي مع بعض في قرص جديد معانا او حزام جديد اللي هو يعتبر الحزام الاول او المستوى الاول في منهجية اللين سيكسيجما الا وهو اللين سيكسيجما وان شاء الله بازن الله هنبتدي نعرض مع بعض دلوقتي اللي احنا هنشرحها في القرص دوت اول حاجة طبعا هنشرح اللي هي مراحل تطور الجودة اللي طبعا عايز اكتب معايا الترجمة او عايز اكتب معايا كومنتس انا بقولها يكتبها في الحاجة اللي انا عطلكم عليها انا نزلت لكم المحتويات من شوية اه اللي عايز يطبع المحتوى بتاع القرص ويبقى قدامه اللي اي حاجة انا بقولها مسلا او يخطط فيها يكون افضل فهندرس مع بعض طبعا انتم عايز اي قرص لازم نعرض او نسرد سرد التاريخي بتاعه والمراحل التطور اللي تطورت دي اه منهجية وعلم السيكسيجما فالكلام ده طبعا هنشرحه باستفاضة في الجزء بتاع الجزء التاني او المحتوى التاني اللي احنا هنشرحه مع بعض المحتوى التالت السيكسيجما ميثودولوجي والسيكسيجما ليفل فيرساس سيجما فاليو اللي هي السيجما ليفل فيرساس سيجما فاليو ده يعتبر اول اه الجزء العملي يعني يعتبر كده التلات محتويات الاولانيين اللي هو الديفيلوبمنت سيكسيجس كوالتي والاريجانس وسيكسيجما وسيكسيجما ميثودولوجي دول اللي هم هنشرد فيهم الاحداث التاريخية والشركات اللي قدمت اه علم اللين سيكسيجما ومفهوميات والسيكسيجما ومبادئ السيكسيجما في التلات محتويات الاولانيين وان شاء الله دور هنشرحهم النهاردة المحاضرة الجاية هنبتدي ناخد الجزء العملي والتطبيقي في منهجية السيكسيجما اللي هو السيكسيجما ليفيل بيرساس سيجما فاليو وي سيكسيجما استراتيجي وي سيكسيجما بيلتس وي البرينس بيلتس وي سيكسيجما وي سيفينك يو سي تولز وهو الاربع محتويات دول او التقريبا الخمس محتويات دول هو يعتبر الجزء العملي التطبيقي اللي احنا هنطبقه في منهجية السيكسيجما يبقى للناس اللي هتكتب معي دلوقتي في طبعا لو المحاضرات انت ملحيتش تعملها بيرينت ممكن تجيب نوت بوك وتكتب فيها او اي ورق وتكتب فيه دلوقتي وبعد ما تخلص المحاضرة او من خلال مذكرتك او من خلال متابعتك الاسبوعية للمحاضرة تقدر تلجأ للكومنت او الملزمة اللي انت طبعتها او الماتيريال اللي انت تبعت بيها المحاضر بعد كده بعد ذا الجزء الخاص بالسيكسيجما بعد كده هنخش في الجزء بتاع اللين هندرس مع بعض اللين ميثوذولوجي وبعد كده هندرس الطايبس اوف ويستس وبعد كده هندرس التولز اوف لين ميثوذولوجي يبقى هيا دي المحتويات بتاع التورس ايه اللي احنا هندرسها مع بعض اول جزء او اول محتوى هندرسه الديفيلوبمنت ستيجيس كوالتي طبعا مراحل تطور الجودة الجودة طبعا ما ظهرتش في يوم وليلة لا ظهرت كمراحل بداية بالكوالتي كنترول اللي هو ضبط الجودة ونهاية بالقرص بتاعنا اللي احنا هندرسه اللي هو سيكسيجما فاول مرحلة تاريخية ظهرت عندنا في التطبيقات او في المراحل العمومية للكوالتي كونترول اللي هو ضبط الجودة المرحلة اللي بعدها الristatistical كوالتي كونترول ضبط الجودة الاحصائي ايه المرحلة التالتة التوتل كوالتي كونترول اللي هو ضبط الجودة الشامل المرحلة الرابعة Quality Assurance اللي هو توكيد الجودة المرحلة الخامسة Total Quality Management اللي هي ضارة الجودة الشاملة وآخر مرحلة عندنا ظهر أو آخر أحدث تطور ظهر في علم الجودة وهي Six Sigma هندرس مع بعض المراحل دي كده بالتفصيل اتفق أغلب الباحثين على أن التطور التاريخي للجودة بيتضمن الست مراحل اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ضبط الجودة Quality Control Quality Control ظهر من سنة 1917 ل1939 وهو مرابط مكونات المنتج أو العناصر المصنوعة منها المنتج يبقى الديفنيشن بتاع ضبط الجودة Quality Control هو مرابط مكونات المنتج أو العناصر المصنوعة منها المنتج نقول بسرعة كده الحدث التاريخي أو اللي ظهر في مرحلة ضبط الجودة المرحلة ضبط الجودة ظهرت خلال حرب العلماء الأولى عندما أصبح نظام التصنيع أقصر تعقيدا وتنوعة أساليب الإنتاج في الفترة دية والتسعة حجم الوهدات الإنتاجية ونتيجة لذلك ظهرت وظيفة المفاتش ابتدى في الفترة دية تظهر وظيفة اسمها المفاتش اللي هو الإنسبيكتور والشركات كلفت الإنسبيكتور دوت بعزل الإنتاج غير الجيد يعني أي منتج غير جيد في الفاينال برودكت أنا بجيبه على جنب أو بعزله عن المنتجات الجيدة وفي الفترة دية ظهرت مواصفات قياسية أكثر تعقيدا وأصبح التفتيش أكثر صرامة لأن الفترة دية قعدوا يهتموا بالتفتيش بنسبة 100% فكانت أصرت طبعا على الإنتاج وأصرت على الخطوط الإنتاجية فابتدوا يفكروا في مرحلة تانية غير مرحلة ضبط الجودة ألا وهي مرحلة الضبط الإحصائي للجودة اللي هو الستاتيستيكال كوالة كونترول ظهر في سنة تسعة وتلاتين من تسعة وتلاتين لخمسة واربعين طيب الديفينيشن بتاعه هي أدوات الجودة الإحصائية المستخدمة لضبط الجودة طيب ناخد برضا يعني تفصيلة كده بسرعة في المرحلة دية المرحلة دية بدأت مع الحرب العالمية التانية سنة تسعة وتلاتين فهتوسع نظام الانتاج واعتمد نمط الانتاج المستمر لطنبية احتياجات الجيش الجيش في الفترة دية عايز طبعا ياخد احتياجاته من الشركات والمصالع فابتدوا لو هم طبقوا الموضوع بتاعضبط الجودة بنسبة مية في المية وتعزل الانتاج غير الجيد طبعا مش هيلبوا طلبات الجيش والعسكريين في الفترة دية فابتدوا يلجأوا لحاجة اسمها الفحص بالعينات وكان اول ما نطبق نظام الفحص بالعينات العالم الكبير الاحصائي وولتر شيورد طبعا ده هندرسه مع بعض بالتفصيل اللي هو الجزء العملي اللي احنا ان شاء الله هندرسه الاسبوع اللي جاي عملي وولتر شيورد وولتر شيورد اعتمد على في المجالات التصنيعية والمجالات الانتاجية على العينات اعتمد على العينات واقسم الانحرافات او التسليمات بتاعته الى نوعين اول انحراف بيحصل او بيحدث في المنتج عندي عوامل بتحدث بسبب عوامل الصدفة البحتة او الانحرافات بتحدث بسبب عوامل الصدفة البحتة يعني انا مليش يدي فيها زي البدوزر زي لقدر اللمس قهربة زي عطل مفاجئ الحاجات دي كلها انا ما اقدرش ايه اعمل لها حسابات او اعمل لها احصائيات عشان بتحدث في عوامل الصدفة بسبب عوامل الصدفة البحت النوع التاني اللي عمله هونتر شيورد اللي هو معالجات بتحدث بسبب بسبب المعرفة يعني انا بستنتجها وبعمل لها عمليات احصائية وبعالجها بحيث اللي هي امنع تكرار حدوثها مرة اخرى يبقى الانحرافات قسمها هونتر شيورد تاني بسرعة الى نوعين انحرافات بتحدث بسبب عوامل الصدفة البحتة والانحرافات بتحدث بسبب عوامل يمكن معرفتها وبالتالي نضع المعالجات المعالجات المناسبة لها لمنع تكرار حدوث هذه الانحرافات المرحلة التالتة مرحلة الضبط الشامل للجودة اللي هو Total Quality Control ظهر سنة من 45 لسنة 80 الديفينيشن بتاعه هو عمل نظام شامل متكامل يمكن بواسطته تجميع عمل الوحدات المختلفة داخل المؤسسة بضمان انتاج مستمر للمنتج بدرجة مناسبة تردي العميل باقل التكليل طيب نبدي كده حدث بسرعة بقى عليه بنقول ان بدأت هذه المرحلة اللي هي ضبط الجودة الشامل بعد الحرب العالمية التانية واعتمدت تسلوبها على نظام الاتساع بنشاط الجودة الشامل طبعا كانت الفترة اللي في المرحلتين اللي قابل منه بيفتش على الفاينال برودكت الانسبيكتور اللي هي في مرحلة ضبط الجودة كان بيفتش بنسبة 100% جات مرحلة الضبط اللي حصائي للجودة فتشت عن طريق العينات كل ده على الفاينال برودكت المنتج النهائي المرحلة دي بقى جات عمل تغيير شامل للتفتيش وفتشت على جميع مراحل المنتج بداية من الرو ماتيريال ونهاية بالمنتج النهائي يعني مكت المنتج حتة حتة زي ما بيقولوا كده اول حاجة بفتش على الرو ماتيريال الخامة بعد كده مراحل التصنيع بعد كده المرحلة الاخيرة اللي هي المنتج كام فتشت على المراحل الجامعية الجامعة بتاعت الفاينال برودكت بعكس المرحلة الاولى والمرحلة التالية المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة التوكيد الجودة الكوالتي أشورانس وظهر من سنة 80 ل 87 الديفنيشن بتاعه يقصد منه جميع الاجراءات التخطيطية والتنظيمية اللازمة لاجساب السقة الكافية لأن المنتج سيفي بالمتطلب المستهلك فعمل طبعا عملت بقى الاجراءات بتاعتها للتلات مراحل اللي قبل كده وذي اجراء بقى كوالتي اشورانس اكتريت تعمل والايزو والاجراءات التخطيطية والتنظيمية للمؤسسة بحيث تبقى ريفرنس او اجراء يمشي علي المؤسسة سابت للمؤسسة كاملة المرحلة الخامسة اللي هي مرحلة ادارة الجودة الشاملة التوتل كوالتي مانيجمنت ظهرت من سنة سبعة وتمانين الى الان شغالين بيها نظام شامل تعريف بتاعه نظام شامل يهدف لارضاء العميل عن طريق الجود المستمرة والمشتركة بين الادارة والعملين لتحقيق الجودة في كل الانشطة لتقديم خدمة او منتج مربي للعميل ومناسبة للمؤسسة نظام الجودة ادارة الجودة الشاملة بتشمل جميع العاملين في المؤسسة من الصغير للأكبر للأكبر للتوب مانيجمنت كله شغال على هذه الادارة وبالتالي بيحصل او بيرضي بيرضي العميل نهائيا من حيث الخدمة او المنتج اللي بيقدي هي عملية تمكن المؤسسة من التحسن بصورة كبيرة في عملياتها الاساسية وهيكلها عن طريق جمع البيانات والتحليل الاحصائي لتحديد الاخطاء وتركب قضاء عليها او بمعنى اخر هي منهجية شاملة تؤدي الى تحسين الاعمال يبقى تعتبر السيك سيجما هي منهجية شاملة تؤدي الى تحسين الاعمال ازاي ده اللي هندرسه دلوقتي معضاع في المحتوى بتاع الوريجانز وفي سيك سيجما اوريجانز يعني اصول تعد السيك سيجما الامتداد المباشر لإدرارة الجودة الشاملة اللي هي التوتال كواليتي مانيجمنت اللي احنا قلنا عليها اللي هي المرحلة الخامسة فتعتبر هي الامتداد المباشر طبعا التوتال كواليتي مانيجمنت حصل فيها قصور في البعض الاشياء فحدسوها في السيك سيجما فهي قائمة على مبادئ وفلسفة رواد الجودة طبعا رواد الجودة زي ما حضراتكم عارفين ديمينج وجرام وغيرهم من المهتمين بإدارة الجودة الشاملة وتعتبر السيك سيجما تطورا أقصر منها صروة حيث كلها تختلف كثيرا عن مناهج الجودة التي كانت سائدة أثناء العقدين الماضية وأول شركة ابتدت تطبق هذه المنهجية عندما أعلن المدير التنفيذ لشركة موتريلا سنة 79 في اجتماع الإدارة أن المشكلة الحقيقية في موتريلا تتمثل في إخفاق شديد في جودة المنتج جي المدير التنفيذي في شركة موتريلا سنة 79 لقى أن في إخفاق شديد في الجودة بتاعة المنتج بتاعه مقارنة بالشركات المماثلة فبص عمل حاجة زي ما ندرسها بعد شوية اسمها بنشمرك اللي هي المقارنة المرجعية بص للشركات المماثلة اللي في المجال ولقى أن الجودة بتاعة المنتج بتاعته أقل من جودة المنتجات الشركات الأخرى فابتدى يفكر فيه تطبيق منهجية السيكسيجما مما أدى إلى تراجع مركزها التنافسي وقد كان هذا الإعلان الأصر الأكبر في بزوغ عصر جديد في شركة موتريلا تم فيه التركيز على معرفة مصادر العيوب وكيفية تقليلها والربط بين أعلى جودة وأقل التكاليف طيب تم تطوير السيكسيجما على يدي بيلسميس بيلسميس ده كان مهندس كبير في شركة موتريلا جاء المدير التنفيذي سنة ثمانين وكلف بيلسميس بالدراسة والتطبيق قعد من سنة ثمانين لتقريبا سنة خمسة وتمانين يطبق ويعتبر بيلسميس ده بيسامو الأب الروحي للسيكسيجما يعني يعتبر بيجي حتى أسئلة كده كتير في الامتحان أو سؤال في الامتحان يقولك مين أول مهندس أو مين أول شخص ابتدأ يطبق منهجية السيكسيجما أو مين الأب الروحي للسيكسيجما فحضرتكم دائما هيجيب لك كذا اختيار كم يعني بيلسميس ديمينج جوران فهتختار انت طبعا بيلسميس وبفضلها استطاعت شركة موتريلا في خلال أربع سنين توفر مبلغ كبير جدا كان قدره اتنين بوينت اتنين بليون دولار خلال أربع سنوات وسنة تمانية وتمانين فازت بالجائزة الكبيرة اللي هي المالكم بالدرينج دي تعتبر جائزة صناعية أوروبية في الفترة دي فاستحقتها شركة موتريلا طبعا يعني رقم دوت اللي وفرته شركة موتريلا خلال أربع سنين أو خمس سنين تقريبا ده مبلغ في الفترة دي كان كبير جدا 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 من خلال تطبيق منهجية السيجمال وبعد كده انتقلت السيج سيجما في عام تمانية وتسعين طبعا الشركات التانية بصت لموتريلا لقيت ان الموتريلا عملت بلايين الدولارات ووفرت بلايين الدولارات فجاء مهندس اسمه جاك ويلش في شركة اسمها جينرال إلكتريك وطبق المنهجية سنة من سبعة وتسعين لتمانية وتسعين وحقق خلال السنة دي بس ربح مقداره تلتمية مليون دولار شركة جينرال إلكتريك يبقى الشركة التانية اللي طبقت منهجية السيج سيجما بعد شركة موتريلا كانت شركة جينرال إلكتريك عن طريق المهندس الكبير جاك ويلش ووفره تلتمية مليون دولار خلال سنة وقد اتسع نطاق تطبيق منهجية السيج سيجما فبعد تطبيقها في شركة موتريلا وجينرال إلكتريك تم استخدامها في شركات كبرى أخرى على مستوى العالم مثل سوني وتوشيبة وفورد وبي ام دابيو يبقى أول شركة دون طبقوا فابتدت الشركات التانية تتنبه وابتدت تطبق وتنفذ منهجية السيج سيجما الشركات داية سوني وتوشيبة وفورد وبي ام دابيو واني تطورت منهجية السيج سيجما بسبع مراحل السبع مراحل دول هندرسهم دلوقتي مع بعض وهما اختصار كلمة ادرسية هي الحروف الأولى لتلك المراحل طبعا هناخد اختصار كل كلمة ال-E بتخص A ال-D بتخص A ال-R بتخص A ال-A A وال-A بتخص A بنقول ال-Evolution اللي هو التطوير فاخد اول حرف من وحطها في مراحل التطوير السبعة اللي هي ال-E والدزاين تصميم والتنقية و نتائج والإدراك awareness awareness وال التكيف والتنوير اللي هي آخر مرحلة عندي في مراحل تطور علم أو منهجية السيك سيجما طبعا أول مرحلة ظهرت التطوير دي سنة 79 هذه المراحلة هي سنة 79 طبعا ال-Evolution اللي هي مرحلة التطور اللي هي ظهرت من 79 ل86 في شركة موتوريلا طبعا كل مرحلة من دي هذه الشركات اللي هي هنا دي اللي طبقتها في خلال المرحلة دي وال-Evolution اللي هي مرحلة التصميم ظهرت من 86 ل92 في الشركات دي والمرحلة التانية اللي هي ال-Evolution التوطية ظهرت من 93 ل94 وال-Evolution ظهرت من 94 ل96 وكل دي الشركات اللي طبقتها ومن 96 ل97 ظهرت مرحلة التوعية أو ال-Evolution وال-Evolution ظهر من 97 ل98 والتنوير أو التنوير بقى العام ظهر في مرحلة ال-Period of Enlinement ظهر من 99 لوقتنا هذا في الشركات دي يبقى عندي هم موضوع السبع مراحل لتطور علم الجودة بداية من ال-Period of Evolution وخد Evolution وخد الرمز E وD وR وR وA وA هي دي اختصار كلمة إدرياء تحولت السيكسيجما عبر تاريخها وتطورها إلى منهجية منظمة متعددة الأبعاد لدعم استراتيجيات الشركات من أجل تحقيق المزايا التالية أنا كده الصوت واضح؟ مش موانسة أحمد صوتي واضح كده الصوت تماما مش موانسة تماما ظهرت مزايا من بعد ما اتطبقت منهجية السيكسيجما في خلال الشركات ديت وابتدت دول العالم تطبق المنهجية بتاعت السيكسيجما في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي دول أسيا فيه شوية مزايا كده حققتها المنهجية منها تحسين العمليات تخفيض العيوب تقليل تباين العملية تخفيض التكاليف زيادة رضا العملاء زيادة الربح يبقى هي دي المزايا اللي حققتها منهجية السيكسيجما طبعا ما فيش شركة على مستوى العالم لو طبقت السيكسيجما وحققت شوية المزايا دي طبعا أكيد هيبقى فيه أرباح وأكيد هيبقى فيه تحسين عندها في المجال اللي بتقدمه سواء كان خدمة سيرفيس أو برودكت منتج طيب السيكسيجما نيثدولوجي منهجية السيكسيجما هي منهجية لزيادة رضا العملاء وربحية المنظمة من خلال تبسيط العمليات وتحسين الجودة والقضاء على العيوب في كل حالية على مستوى المنظمة كما تعرف كما تعرف بأنها استراتيجية تستخدم الأساليب الإحصائية من أجل تحسين جودة العمليات عن طريق تقليل العيوب في المنتجات بهدف تغفيض التكلفة وإرضاء العميل ومن ثم زيادة الربح وتعتبر منهجية السيكسيجما أكثر من مجرد قياس لمعدلات العيوب إذ أن تنفيذها يشتمل على تقديم ودم سلسلة واسعة من الأدوات والطرق عبر مراحل تحسين الأداء وترتكس الفكرة الأساسية لهذا المفهوم على تحديد احتياجات الملاء وحرص المنظمة في كل قراتها على خدمة العميل والتأكد من تلبية توقعاته وإرضاءه المين اوبجيكتبز الأهداف الرئيسية اللي عندي من تطبيق منهجية السيكسيجما أن أغلب الشركات العالمية والمحلية هدفها الأساسي أي طبعا شركة أو أي مؤسسة أو أي منظمة الهدف الأساسي عندها الربح تعظم ربحها وتحقق مبيعات مرتفعة إزاي هتعظم ربحها وتحقق المبيعات عندها هنشوف طبعا بنقول فيه شوية أسئلة كده يعني نتكلم وندردش فيها مع بعض إيه الدافع الأساسي اللي بيخلي المستهلك بيشتري المنتج أو الخدمة وبيفضلها على غيرها هل هو شكل المنتج هل هو سعر المنتج هل هو جودة المنتج هل هو كل ما سابق يعني أنا لما بيجي كراجل دلوقتي زبون أو مستهلك أنا بشتري حاجة من السوق هل أنا ببص على المنتج اللي أنا بشتريه في شكله ولا سعره ولا جودته ولا كل ما سابق وهنا سوف نتحدث عن دراسة منهجية السيكسيجما للحصول على منتج أو خدمة بأجماله وتقديمه إلى المستهلك بحيس يتوافر في كل ما سابق يعني أنا لما أجي أبص على المنتج أو الخدمة اللي أنا بشتريها أو بدفع فيها فلوس عشان أحصل عليها ببص على الشكل ببص على السعر ببص على الجودة والتلات حاجات دول اللي هتحققهم لي دراسة منهجية السيكسيجما عشان كده اللي بيدرس المنهجية ديت أو اللي بيطبق المنهجية ديت عنده بيحقق بيحقق الحاجات طيب السيكسيجما مفيدة للاعمال التجارية المختلفة لأنها تركز على ليه هي مفيدة في أي عمل تجاري طبعا إحنا بنقول السيكسيجما ديت ما بتتطبقش في مصالع بس بتتطبق في بنوك أنا خد معايا خلال سنين فاتت كتير ناس كانت شغالة في بنوك وناس شغالة في مستشفيات وناس شغالة في مؤسسات تجارية وناس شغالة في جامعات وكل ده اخدوا معايا أحزمة في السيكسيجما فالسيكسيجما ما بتتوقفش على المجال الصناعي ولا مجال الكونستراكشن ولا مجال المجال اللي هو الهندسي لا ده بتتوقف على كل المجالات بتطبقها دلوقتي زي المجالات الخدمية والمجالات الطبية والمجالات الأكاديمية والتعليمية زي ما نعرف فهي مفيدة للأعمال التجارية المختلفة لأنها تركز على العديد من النظريات في إدارة المهام وهدفها تطبيق أعمال وإجراءات لزيادة فعالية العمليات التي يتم القيام بها وبالتالي يتم توفير الأموال والميزانية التي تخصصها الشركات للعمل طيب الهدف الأساسي من تطبيق منهجية السيك سيجما فضاء العميل من خلال تقليل الأخطاء في العمليات ده طبعا لما الأخطاء بتقل في العملية يعني جودة المنتج بتزيد يعني أنا دلوقتي عملت فالمنتج اللي عندي حصل له فيعتبر دوت حاجة هترضي العميل ويحصل عندي فيبتدي العميل يشتري المنتج أو يشتري الخدمة اللي أنا بأتيها ضبط الاستراتيجية بشكل متميز حد يعرف يعني استراتيجية طيب أنا هقول الاستراتيجية هي خطة طويلة الأمل للوصول إلى هدف ما وتعد مهارة لازمة لتحقيق النجاح يعني الاستراتيجية لما أنا بأتي أعمل الاستراتيجية عندي في المؤسسة أو في المنظمة ما بأعملش خطة لمدة سنة سنتين تلاتة لا لخطة طويلة الأمل يعني على مدار خمسين سنة مثلا أنا بأمشي الاستراتيجية عندي في الشركة اللي أنا هطبق السيك سيجما وبأعمل لها استراتيجية مدى الحياة يعني على مدار وقت طويل جدا يبقى تعريف الاستراتيجية عشان أنا يعني عدت مع ناس وسألتهم يعني استراتيجية ناس ألت خطة وناس يعني يعني قدوا حاجات قريبة بس هي مش خطة ولا ولا حاجة من اللي هي اللي انتو حضرتكوا خطة طويلة الأمل يعني على مدار وقت طويل جدا على مدار وقت طويل جدا بتطبق منهجية أو بتطبق دراسة أو بتطبق حاجة أساسية عندك في المنظمة أو المؤسسة هي تعتبر خطة طويلة الأمد للوصول إلى هدف الماء وتعد مهارة لازمة لتحقيق النجاح وهو ده يعتبر الهدف الأساسي من تطبيق منهجية سيكسيجما اللي أنا بظبط استراتيجية في المكان اللي أنا بقوم به أو فكر ممنهج بتمشي عليه المؤسسة أو المنظمة مدى الحياة هناك الكثير من الأبحاث العلمية في مجال السيكسيجما كلها أثبتت أن تقريبا نص أرباح الشركات يذهب في إصلاح المشاكل والعيوب يعني نص الربح بتاع الشركة تقريبا بيضيع في المشاكل والعيوب فكلما ارتفع مستوى الجودة الخاص بالمنهجية لطبعا منهجية سيكسيجما كلما قللت تكاليف معالجة الأخطاء والمشاكل لدراسة وأبحاث أثبتت هذا كلام وأن معظم الشركات اللي طبقت منهجية السيكسيجما بتسعى إلى الوصول لحاجة اسمها درجة الكمال والمثالية في كل عمليات المنتجات أو الخدمات وهذه الدرجة هي تعتبر السيكسيجما يبقى درجة الكمال أو آخر أفضل درجة هتوصلها عندك في منهجية السيكسيجما هي سيكسيجما وهي تعتبر أفضل نتيجة لها اللي هي كلمة سيكسيجما طبعا سيكسي دي ستة دي مستوى جودة عالي عيوب أقل زي ما هندرس مع بعض في جزء العملي إن شاء الله هناك عدة تعريف للسيكسيجما ظهرت في عدة اتجاهات هندرس التعريف بتاعت السيكسيجما في هذه الاتجاهات أول حاجة عندي الاستراتيجية الاستراتيجي حيث تعدي السيكسيجما استراتيجية لزيادة الإرادات وخفض التكلفة وتحسين العمليات في جميع الحياة المنظمة يبقى أنا زي ما قلت حضراتكم من شوية اللي هي خطة طويلة الأمل أنا بعمل الاستراتيجية بتاعت السيكسيجما وبطبقها في مؤسستي أو شركتي أو المكان اللي أنا بعمل فيه أو بعمل فيه لزيادة الإراد وخفض التكلفة وتحسين العملية اللي أنا بقوم بيها سواء كانت product أو surface في جميع أنحاء المنظمة الرؤية اللي هي الفاجل حيث تمثل السيكسيجما تعهد من الإدارة اتجاه المستهلك بتقديم أعلى مستوى من الجودة وأقل تكلفة يبقى أنا بعمل الرؤية عندي فيه إدارتي أو المؤسسة اللي أنا شغال فيها وبقدم من خلال تطبيق منهجية السيكسيجما أعلى مستوى من الجودة وتكلفة بأقل تكاليف ممكنة للمكان اللي أنا شغال فيه الحتة اللي أنا قلتلكم عليها من شوية في أول المحاضرة اللي هي الpenchmark اللي هي المقارنة المرجعية اللي أنا زي ما شركة زي ما شركة جنرال إلكتري عملت penchmarking وبصت على موتريلة لازم إحنا برضو في المؤسسات بتاعتنا نعمل مقارنة بالأفضل penchmarking أنا أنا مثلا شركة بعمل موبايل الموبايل دوت أنا ببص على الناس اللي زي بتعمل موبايلات أو بتصنع الموبايلات في نفس المجال في السوق الدولي أو المحلي وبحاول اللي أنا أعمل مع الأفضل يعني بشوف الشركة الأفضل وبحاول اللي أنا أعمل زيها أو بتبقى فيه منافسين كومباتتوس معاك وبتبتدي المنافسة وبحاول اللي أنا أتمثل بالأفضل عشان المنظمة بتاعتي تقدر تحقق أرباح عالية ومثل الشركات الكبيرة طيب حيث تساعد سيكس سيجما على تحسين مقييس العملية وبمجرد أن يتحقق هذا التحسين يتم البدء في مجولات جديدة من أجل إجراء تحسينات إضافية هناخد مثال للبينش ماركينج أو البينش مارك عندي دورة توصيل بيتزا الدورة دي أنا لما عملت عليها تطبيق منهجية سيكس سيجما كانت ستين دقيقة فلما بصيت لشركة تانية أو مطعم تاني بيعمل الدورة دي في خمسة واربعين فأنا عملت مشروع خمسة واربعين بعد ما طبقت البروجيكت بتاع السيكس سيجما عندي عمل حوالي ربع ساعة في الويتنج طايم فقلل من ستين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة ليه عشان أنا بصيت ليه أو عملت بنشو ماركنج لمكان تاني بيقدم البنزا فازين يقدمه في ستين وهو بيقدمه في خمسة واربعين فأنا لما عملت المنهجية وطبقت السيكس سيجما وقللت من الوقت دوت بقيت زيه طيب عشان أنا أحسن منه فرحت عمل مشروع آخر للسيكس سيجما وحسنت الدورة بتاعة السيكس سيجما فقللتها من خمسة واربعين بقيت تلاتين يعني أنا كده نفست الشخص اللي كان بيعمل بتاع الأوردر من خمسة واربعين خلتني أنا تلاتين فطبعا الناس هتشتغل أو الناس هتطلب مني الأوردر فهنا ببص على المنتج أو الخدمة اللي أنا بقديها من خلال المحطين أو المتمثلين ليا في المجال بعمل استادي للسوق وبشوف دوت بيقدم طلب البيتزا في قدي في خمسة واربين دقيقة طب ببص النفس أنا بقدمه في قدي في ستين دقيقة فأنا عملت المشروع بتاع السيكسيجما وطبقت الكلام دوت فبقيت زيه طب ليه ما بقاش أحسن منه فروح تعامل مشروع آخر في السيكسيجما وقللت الخمسة واربين دقيقة دول خلتهم تلاتين دقيقة فأنا بقيت أحسن من اللي أنا قرنت نفسي بيه هو بيقدم في خمسة واربين دقيقة وأنا عملت مشروعين من ستين دقيقة بقوا تلاتين دقيقة وبقيت أنا في المجال بقدم الطلب أكتر منه أو الوقت بتاعي أسرع منه فطبعا الناس هتلجأ ليا عشان خاطر التحسين اللي أنا عملت له ده مثال بسيط يعني ليه بالنسبة للبينش مارك الهدف الجول حيث تساعد السيكس سيجما المنظمة على وضع هدف محددة والعمل على تحقيقها خلال الوقت المخطط له لتنفيذ مشروع السيكس سيجما ويعتبر ده هو هدفي الأساسي طيب مقياس إحصائي طبعا هندرس مع بعض في الجزء العملي بالتفصيل السيفين تيو سي تولز وهندرس مع بعض ونشوف الإحصائيات وهنشوف الأدوات الجودة السابعة طبعا ده مش هيبقى النهاردة هيبقى إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وهناخد المجرمنت الستاتيستيكا للسيكس سيجما حيث تعد السيكس سيجما تطبيق عملي يعني تعتبر يعني القرص بتاع السيكس سيجما لما نيجي طبعا ندرس بقى الحزمة اللي جاية إن شاء الله بإذن اللي أنا قبل كده من فترة السيكس سيجما بالتفصيل كان طرص حوالي كان حاجة وعشرين ساعة متى يقلي في في بيم أرابيا ودرسنا مع بعض بريامج الميني تاب وعمليات الإحصائيات اللي على والحاجات دي كلها بتتدرس طبعا الكلام ده مش هناخده طبعا في الوايت لإن الوايت يعتبر يعني حاجة مبسط لمنهجية السيكس سيجما الحاجات دي بتتدرس في يعني لما هنخلص ربنا يسهل في الأيام اللي جاي وهندرس الحاجات دي طبعا والعمليات الإحصائية والأدوات الإحصائية بالتفصيل بس احنا هناخد بعض هذي الأدوات الإحصائية اللي هي بس طبعا مش هناخد طبعا برامج الميني تاب لأن برامج الميني تاب ده يعتبر يعني هناخد طبعا يعني عايز كتير اللي واحده فالحاجة دي ان شاء الله بإذن الله هناخد عنها فكرة في قرصنا اللي هي الأدوات الإحصائية اللي هتتطبق في السيكسيجما طبعا هو من السيكسيجما من القرصات المهمة جدا اللي هي يعني بتعتبر بتشغل يعني بتشغل فيها تفكيرك ما بتعتبرش زي بقى القرصات حاجات نظرية وحاجات تعتمد عن حفظ لا دي هي بتبع عاملات إحصائية وقوانين وعلاقات وخرايط طبعا بتعتمد عليها كل الناس زي ما قلت مش المهندسين بس لقد الناس كلها بتطبق دلوقتي اللين سيكسيجما عندها في المؤسسات دلوقتي الأطباء بتطبق والإحصائيين والتجاريين والأكاديميين والناس كلها والزراعيين يعني ابتدت المجال دوت ينتشر دلوقتي وابتدت المجال اللين سيكسيجما بتطبق تقريبا يعني كميع الدول العربية بتطبق دلوقتي المنهجية بتاعت اللين سيكسيجما وأوروبا وبعض الشركات في مصر بتطبق اللين سيكسيجما زي بياندي جي وزي فودافون وزي البنك الأهلي وزي يعني شركات كتير قوي وتطبق اللين سيكسيجما عندنا في مصر وطبعا حققت وطبعا كل شركات الأدوية يعني يعني تسعين في المية من شركات الأدوية في مصر بتطبق اللين سيكسيجما شركات الأسلحة بتطبق اللين سيكسيجما يعني يعني ابتدت المجال بتاع اللين سيكسيجما بينتشر بطريقة يعني بيحق أرباح وتحسين وربح جامد فابتدت الناس كلها والشركات والمؤسسات تلجأ له لأن بيقلل العيوب وبناء على أن العيب بيقل في المنتج أو الخدمة بناء على أن المنتج ده بيباع المستهلك بيشتريه ليه ولما المستهلك بيشتريه طبعا بيحقق الهدف المارجو للمؤسسة أو الشركة اللي بتقدم البروداكت أو السيرفيز اللي هي شغالة عليها فالسيكسيجما حققت ده اللي هي ابتدت تخلي المنتج جودته عالية والتكلفة هقال بتدفعش فلوس كتير وبتخلي المنتج جودته عالية فبتحقق مكاسب من وراء الهدفين دول تقليل التكلفة وزيادة الجو وتعتبر الميسدولوجي روبست اللي هي المنهجية قوية حيث تعد هذه المنهجية الوحيدة المتاحة في السوق اليوم من أجل إزالة العيوب وتحسين الكامل يبقى تعتبر منهجية السيكسيجما هي المنهجية الوحيدة في السوق دلوقتي على مستوى العالم كل على مستوى العالم كل المنهجية اللي بتشيل العيب وبتحسن الجودة كلمة دي أنا كنت لسه بقولهم من شوية اللي أنا بقلل العيب وبحسن الجودة فبيباع المنتج بتاعك وبتالي الربح بيزي ما فيش أي منهجية ما فيش أي قرص يعني يحقق الميزة دي غير منهجية وقرص اللي سيكسيجما يعني تأكد كده سيكسيجما تركز على الجودة من خلال تقليل عدد الأخطاء التي تحدث من خلال تحليل البيانات المختلفة الخاصة بكل عملية والتعرف على مصدر الخطأ والتخلص منه يبقى هي بتركز على التقليل والمشاكل الموجودة بالمنتج أو الخدمة من خلال تحليل بيانات بعمل بجيب البيانات عندي وبعمل يعني هديجه كده استفاده بسرعة للجزء دو لما بجأ خش أي شركة أو أي مكان عايز يطبق أو عايز يحسن المنتج بتاعه بتكره بتاخد من كل قسم فرد وبتكون من قسم الحسابات واحد من قسم المالية واحد أنا يعني من المخازن الواحد يعني بكون لأن المكان اللي أنا راحه ده أنا ما عنديش خبرة فيه إزاي هطور فيه وحقق فيه منهجية السيك سيجما من غير ما ألم معلومات واعمل collection data من المكان دوت من خلال التيم اللي أنا كريتو وهذا التيم اللي معايا اللي أنا بتديله الحزام اللي أنا بأهله الحزام الأصفر أو الحزام الأخضر اللي أنا بأهله ويبقى التيم دوت دinks أنا بطلب منك قيام في البروستس اللي بتقوم بيها كحسابات أنا بطلب منك كتصنيع أنا بطلب منك كجودة أنا بطلب باخد منها فرض او فرضين يعني هو الفرض كفاية والفرض دوت بيديني data من خلال القسم اللي هو شغال فيه عشان اعمل عملية التحسين وبناء على عليه بحط الادوات الاحصائية بتاعتي اللي احنا بندرسها في sigma زي وزي مرنامج وزي العمليات والاساليب الاحصائية طبعا اللي هتدرس بعد كده وبنبتدي نقلل الاخطاء من خلال تحليل البيانات اللي هي بتجيلك دية وبتقلل مصدر الخطأ او بتتخلص منه نهائيا ده يعني باختصار شديد فانا عندي السيكسيجما تعتبر منهجيتين منهجية اسمها نبتدي بقى مع بعض هنا بقى يعني ده يعتبر بقى خلصنا كده وخلصنا السيكسيجما وخلصنا بدأت في شركات ايه وهدفها ايه ودلوقتي تقريبا اكيد كلكم تعرفوا واكيد كلكم عرفتوا يعني ايه سيكسيجما اكيد اي حد يسألكوا يعني ايه سيكسيجما تعرفوا تردوا عليه فهي تعتبر عندي منهجيتين منهجية اسمها الديماج اللي هي الديفاين والماجر الناس اللي عايزة تكتب معايا نبتدي بقى الحاجة اللي هقول لكم عليها كتبوها تكتبوها يعني الحاجة اللي انا هقول لك دي مهمة اكتبها نوت عندك تكتبها عشان مش هتلاقيها عندك في الباور بوينت المنهجية بتنقسم لمنهجيتين منهجية اسمها الدماج ومنهجية اسمها ضامة ديفا منهجية الدماج هي اختصار لكل كلمة الديفاين يعني تعريف ميجر قياس عنالايز تحليل امبروف تحسين كنترول تحكم لو تلاحظ اختصار اول كلمة هي اول حرف دي ديفاين ام ميجر اي اانالايز اي امبوف سي كنترول دي المنهجية الاولى اللي كل شركات العالم بتطبقها الدماج دي كل شركات العالم بنسبة تسعين في المية بتطبق الدماج طب ايه المنهجية التانية اسمها ضامة دماج وهي نفس الكلام اختصار لكل كلمة الديفاين دي الميجر ام عنالايز اي ديزاين دي فيريفاي دي كمام وهناعرف دي بتتدرس امتا ودي بتتدرس امتا بعد شوانا طب منهجية الدماج زي ما قلنا بترمز الكلمة الى الحروف الاولى المختصرة لكل منه دي ديفاين ام ميجر اي اانالايز اي امبروف سي كنترول وهم عبارة عن خمسة خطوات متربطة يتم اللجوء اليهم في حالة تطوير وتحليل العملية القائمة للشركة او الانشطة التجارية وفياة يعني ايه الكلام ده مش منسق سامة يعني انا لما بخش الشركة وبكاري التيم وبجمع بيانات بابتدي بسم الله الرحمن الرحيم اطبق حاجة اسمها الدماج بعمل الديفاين طبعا كل ده لي اساليب وعمليات احصائية يعني الديفاين دي لي اساليب وعمليات احصائية الميجر لي اساليب وعمليات احصائية الانالايز لي اساليب وعملياتها كل حاجة بيتدرس ليها اسلوبها وعملياتها الاحصائية اللي بيتدرس في خلال خمسة خطوات ده بتطبق الدماج بتطبق طبعا الكلام ده احنا بنقوله كده يعني في عجالة الديفاين دوت في اليلو والجرين يعني حاجات كتير قوي بتدرس في الديفاين زي الصايبوك زي زي الاساليب وحاجات كتير قوي بتتاخد وتدرس في اه كل جزء من الخامسة دول. طيب. وبتطبق الخامسة دول وبقول بعد ما بتطبق الخامسة دول وبتطبق اساليبك والعمليات الاحصائية. طبعا انت ما بتختريعش انت بتحط العملية الاحصائية على برنامج المينيتاب بيديك ال data والresults اه وبتحطها بس يعني ما فيهاش ايه ت Punjab ما فيهاش حفظ. انت بتاخد البيانات والارقام اللي بيجبها لك الفقرية بتاعك وبتحطها على العملية الاحصائية وبتحطها في البرنامج بتاع المينيتاب او الابس اللي انت بتدرسه Salad بتاعتك اللي انت بتقدمها للمسؤول او بتقدمها للتوب مانيجمنت اللي بيبص عليها وبتحللها له وبتورقها له طبعا عمليات كتير في منهجية الدماج واساليب احصائية كتير في منهجية الدماج انت عشان تدرس بس القرص اليالو في اللين سيكسيجما بالنسبة للجزء بتاع السيكسيجما وجزء بتاع اللين حوالي اكتر من خمسين اداة والسلوب كل حاجة لها اول حاجة اللي هو التعريف تعريف المشكلة والعيوب والاخطاء وتحددها من وجهة نظر العميل مش من وجهة نظرك انت ولا من وجهة نظر المدير بتاعك لمن وجهة نظر العميل لان العميل في الاخر هو اللي هيشتري المنتج بتاعك والمستفيد من المنتج والخريب القياس قياس المشكلة والعملية التابعة لها من خلال الأرقام والبيانات أنا بقيس العملية من خلال رقم وبيان بيجيلي من خلال التيم اللي أنا كريدته معايا في السيكسيجم تحليل تحليل البيانات للعمليات لتحليل الأسباب الجزرية للعيوب والمشاكل أما بقى حلل المشكلة طبعا أنا بقيس العملية بواسطة عمليات قياسي كتير بقى زي طبعا الحاجات دي يعني مش هقول لها كلها دلوقتي الحاجات دي كلها عمليات قياسية بنقيس بيها العملية اللي احنا بنقوم بيها سواء كانت العملية دي خدمة أو منتق يعني خدمة لو أنا في كل سنة ربعة من المكالمات أقدر أجيب بيان هجيب عدد المكالمات هجيب الاستبيان بتاع العملاء دي خدمة هاي سيرفيس هاو بتجيب بيان طبعا لو انت شغال في مصانع دي سهلة بتجيب بيان طب لو انت شغال في ايا كان نوع العملية اللي انت بتقول بيها اللي انت بتقول بيها نوع العمليات عندك نوعين سيرفيس وبرودك بتجيب بيان من العملية اللي انت بتقول بيها وبتشوف بعد كده عملية التحليل اللي هو الاناليز وبجيب الروتكوس اناليسيس اللي هي الاسباب الجزرية طبعا الروتكوس اناليسيس دوت ليه اساليب كتير زي الفيش بوندا يا جروم زي الفايف وايز زي البروسيس ماتريكس حتى كتير قوي بتتدرس فيه الاساليب والعمليات نحصرية اللي بنجيب بيها الاسباب الجزرية للعيوب اشهر العمليات اللي كل حضراتكو طبعا تعرفوها عمليات التحليل للاسباب الجزرية للعيوب والمشاكل هي الفيش بوندا يا جرام وهي اقواهم وهي اقواهم صراحة التحسين تحسين العملية بايجاد حلول الاصلاح والتحسين وتقليل ومنع المشاكل المستقبلية باستخدام ادوات التحليل الاحصاء اخر حاجة المؤقبة والتحكم طبعا ببسطة برضو عمليات احصائية زي الكنترول شرط وحاجات كتير ايضا تدرس زي ما هندرسها في السيفت كيو سي تونز تحديد ادوات المراقبة اللازمة لمرقبة اداء العمليات والحفاظ على التحسينات المطبقة للحفاظ على العملية في مصارها الجديد دول هم الخمس حاجات بتوع الدماج التعريف القياس التحليل التحسين المراقبة والتحكم الكنترول هناخد المنهجية التانية اللي هي قلنا عليها اسمها الداما ديف دي ديفاين ام ميجر اي انالايز دي 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 امتى بقى نستخدمها لما يكون المنظمة او المؤسسة عايزة تعمل منتج مختلف عن المنتج اللي هي بتصنعه منتج جديد ما بتطبقش الدماج بتطبق منهجية الداما دي يبقى تستخدم منهجية الداما دي في انشاء عشان ده سؤال بيجي بيستخدم بتستخدم منهجية الداما دي لانشاء تصميم منتجات جديدة او تصميمات للعملية يعني انا مثلا لو الشركة اللي انا شغل فيها او المصنع اللي انا شغل فيه بيعمل زيت جيت انا غيرت المجال بتاع الزيت وعملته مكرونة يبقى انا مش هطبق هنا الدماج لانه ما غيرت المنتج بتاعي خالص غيرت المنتج بتاعي خالص و دي تدخل منتج جديد وتصميم جديد لعملية اخرى جديدة انا ما اعرفش عنها حاجة انا ما اعرفش كمكان عنها حاجة في فان ما بين عملية وعملية عملية زيت الزيت غير العملية بتاع الكيس المكرونة فانا ما بطبقش هنا بقى الدماج بطبق اتضمن دي فترة لاني بعمل تصميم لمنتج جديد وبيدرسه وبعمله تصميمات جديدة وبعد ما بادرسه وبعد ما بنفزه شهرين تلاتة سنة واتعود عليه وخلاص بقى سموزة عني في المكان والاوبريتورز اللي عندي بقى المنتج عالي بيطلع ابتدى اطبق الدماج ابتدى 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 منهجات الدماج لان بقى كيس المكرونة اللي عندي بقى بقاش منتج جديد خلاص بقى منتج سابت في المكان الناس حافظت المراحل التصنيعية بتاعته الناس حافظت بيطلع ازاي عيوبه ايه فخلاص بطبق ابتدى منهجات الدماج طيب وعرفت الفرق ما بين الدماج والدمدف الدمدف لما باجي اعمل تصميم منتج جديد في المكان او الخدمة اللي انا شغال فيها طيب تركز بقى كده مع بعض هناخد الشغل العملي بقى نتدي فيه شوية كده السيجما نيفل فيرساس سيجما فاليو الفرق ما بين مستوى سيجما مقابل قيمة سيجما عايز بقى كل الناس تركز معايا وكل الناس تكتب معايا انا عايز كل الناس تكتب معايا المعلومة دي يرمز للعدد من المستوى الاول للمستوى السادس من مستويات سيجما يعني كل اللي فات ده حاجة وينبتدي بقى في اللي جاي ده حاجة جديدة يعني ايه ستة سيجما وليه قالوا عليها رقم ستة ماشي طيب الستة دي مستوى الجاوي يعني انا عندي وين سيجما تو سيجما سري سيجما فور سيجما فايف سيجما سيكس سيجما يبقى مستوى الجاوي اللي عندي هو رمز الرقم اللي مكتوب جنب السيجما ده مستوى الجاوي ده المطلوب تنفيذه في العملية او الخدمة المطلوبة بقى نكتب كده مع بعض الرقم الرقم اللي بجانب رمز سيجما يعبر عن مستوى الجاوي المطلوبة في العملية سواء كانت العملية دي بروضاكت او سيربس اقول تاني الرقم اللي بيكتب جنب السيجما يعني وان سيجما تو سيجما وان تو سري لغاية سكس يرمز الى مستوى الجاوي اللي بتحققه المؤسسة او المطلوبة من المؤسسة في الجاوي الجاوي كلام ده او هذه المستويات تعبر عن مستويات الجاوي اللي بتحققها ايه مؤسسة فكلما ازداد العدد المرافق لسيجما دل لذلك على زيادة في مستوى الجاوي وانخفاض في نسبة العيوب انخفاض في نسبة العيوب اللي هي السيجما غاليو يبقى انا كده عند السيجما غاليو دي اكتبوا هي مقدار العيب والسيجما اللي هي ايه مستوى الجاوي الناس فاهم الكلام ده يبقى انا عندي وان سيجما مستوى الجاوي ده بتاعها ايه قليل مستوى الجاوي ده بتاعها ايه قليل عشان العيوب فيها كتير اللي هي ايه السيجما فيعتبر هنا فيه علاقة عكسية ما بين السيجما و السيجما فاليو يبقى فيه علاقة عكسية ما بين السيجما اللي بترمز لمستوى الجاوي والسيجما فاليو اللي هي قيمة او مقدار العيب طب السيج سيجما هي درجة الكمال اللي احنا قلنا عليها وهي افضل نتيجة للسيج سيجما افضل نتيجة في علم منهجية السيج سيجما هي سيج سيجما ليه لان مستوى جودة عالي ومقدار عيب اقل طب يعني ايه الكلام ده هندرسه دلوقتي وهنفهم شايفينه الجادول ده الجادول ده بيعرض مستويات السيج سيجما كلها ادي السيجما ليفل وان سيجما يريد كل الناس تركز معايا دلوقتي لان يعني الكلام اللي فات كله يعني هتقروه هتفهموه يعني الكلام هيتقري بس الحاجات دي بقى انا بقولها لازم تتفهم يعني الحاجات من اول السيجما ليفل والسيجما فاليو والحاجات اللي جاية دي كلها لازم تفهمها لاني ده يعتبر جزء عامل وان سيجما تو سيجما سري سيجما فور سيجما فايف سيجما سيجس سيجما هي دي مستويات الجودة اللي عندي اللي هي بتاعت السيجما ليفل طيب الخانة التانية اللي هي دي بي ام او اللي هي اختصار ايه دي بي ام او دي بي ام او طيب البرسنتج اللي هو نسبة الانتاج الجيد او الخدمة الجيدة و البرسنتج هو نسبة العيوم او مقدار العيوم يبقى الجدول ده متقسم لاربع حاجات متقسم لاربع حاجات السيجما ليفل اللي هي مستوي السيجما اللي هي درجة مستوي الجودة الدرجة اللي انا بقيس بيها المنشأة او المكان يعني انا بقول المصنع بتاع الشركة بتاعتي او المكان الخدم بتاع وان سيجما والاتلين سيجما ولا اربعة سيجما طبعا ده هنعرف ايه بيتأسي ازاي بس مش النهاردة ان شاء الله يبقى الاسبوع الجاي هخلي كل واحد شغال في شركة او شغال في مصنع او شغال في مستشفى او شغال في بانك يقدر يحسب السيجما ليفل بتاع المكان اللي هو شغال فيه بس ان شاء الله من الاسبوع الجاي ده هيبقى التطبيق العمل بتاعي في الوايد بيلت هخليك تحسب السيجما ليفل للمنشأة او المكان اللي حضرتك شغال فيه ده درجة السيجما ليفل من وان سيجما لسيج سيجما طيب الحاجة التانية اللي هي اللي هي اللي هي وهنا اللي هي نسبة الانتاج او الخدمة الجيدة اللي هي نسبة العيوب او مقدار العيوب يعني هنا وان سيجما نقرد كده مع بعض دي بي ام او تسعمية وستين الف عيب لكل مليون يعني لو عندي مليون فرصة بيظهر فيها عيوب قد ايه ستمية وتسعين من الف عيب من المليون طبعا دي نسبة وحشة نسبة وحشة جدا من مستوى الجودة لان نسبة اليلد او نسبة التجايد عندك بنسبة واحد وتلاتين في المية يعني دا قلب من مص ونسبة العيوب تسعة وستين في المية لو حضرتك جماعة الواحد وتلاتين مع التسعة وستين هتلاقي المية في المية اللي هو ايه فلما يبقى عندك البرزنتش جود واحد وتلاتين في المية والبرزنتش ديفاكت تسعة وستين في المية يعني وان سجما دي درجة الجودة سيئة جدا جدا طيب الاتنين سجما بتبتدي درجة الجودة تتحسن شوي لما تبقى توصل الرقم بتاعها 308 وخمسمية سبعة وتلاتين يعني كل مليون بيطلع فيهم 308 وخمسمية سبعة وتلاتين عيوب يعني نسبة الانتاج او الخدمة الجيدة تسعة وستين في المية تقريبا ونسبة العيوب تلاتين بوين تسعة في المية تقريبا يعني تعتبر اها يعني تو سجما كويسة نسبة الانتاج الجيد فيه وصلت لتقريبا تسعة وستين في المية طيب التلاتة سجما اللي هي الديفيبت سبير مليون اوبروتيونيتيس كام ستة وستين الف تمنمية وسبعة عيب من كل مليون فرصة يعني نسبة الانتاج او الخدمة الجيدة في المكان حوالي تلاتة وتسعين بوين تلاتة في المية ونسبة العيوب ستة بوينت سبعة يعني تقريبا النسبة دي ابتدت من هنا درجة الجودة تتحسن يعني لما توصل للنسبة الجيدة للتلاتة وتسعين في المية تعرف يعني المكان ده برضو ايه جودته مش سيئة او ضعيفة اعتبر الجودة بتاعته متاصل طبعا الحاجات دي انا هخلى حضراتكم تحسبوها في مجال عملكو بس ان شاء الله الاسبوع دا و اربعة سجما نسبة وصلت ل 620 يعني كل مليون بيظهر فيه ومعيب 610 يعني نسبة الجيد 99.3% تقريبا ونسبة 610 يعني اربعة سجما دي تعتبر ممتازة خمسة سجما تعتبر 130 130 لكل مليون يعني لكل مليون بيطلع فيه عيوب 130 جزء او 130 دي حاجة يعني مهولة جدا يعني نسبة الجيد 99.9% يعني نسبة العيوب 23 من الف في المية مصروا بقى حضرتكم 6 سجما درجة الجودة تقريبا 100% تقريبا 100% يعني اللي بيوصل للدرجة دي يعني دا يعني بيطبق المنهجية بنسبة 100% بيطبق منهجية 6 سجما بنسبة 100% ودي بتلاقيها يعني في الاماكن اللي زي شركات الطيران شركات الاسلحة طبعا اعلى درجة سجما على مستوى العالم من 6 سجما دي 12 سجما هي وكالة ناصة الفضائيين مفيش حد بيطبق 12 سجما على مستوى العالم على وكالة ناصة الفضائيين بس عشان دي يعني بتعتبر يعني سفن الفضاء والحاجات دي ما يبقاش فيها نسبة عيوب أصلا يعني تيبقى المنتج فيها مش متاح فيه أي جزء من العيب ان بالشركات العادية زي الأدوية شركات الأخزية زي شركات الأسلحة زي شركات الطيران زي جرحة العيون كلام ده ممكن يبقى 6 سجما 7 سجما كده وطبعا دي حاجة مهولة ما تستهونوش بيها يعني دي حاجة مهولة ما تستهونوش بدرجة الجودة يعني انت عندك كل مليون فرصة اللي بيطلع فيه معي 3 بوينت 4 يعني يعني تقريبا نسبة الجيد 100% 99 9997 من 10 تلاف في المئة تقريبا نسبة الجودة 100% يعني أجزاء لا تذكر يعني نسبة العيوب 34 من 100 ألف في المئة في المئة يعني احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني هنبتدي اللي عايز يسأل بقى سؤال هنكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي باقي التطبيقات العملية في السيجما ليفل وهقول لكم ازاي تشرحوا تحسيبوا في مجال عملكم انا دلوقتي عايز مثلا اللي هو يعني اللي عايز يسأل يعني نبتدي نشوف كده المهندس سحمد حسام يبتدي عشان العدد مهول ما شاء الله يعني العدد وصل معدة مش عايز المهندس سحمد حسام معي دلوقتي معاك بخونت لا مش عايز هم العدد وصل كام العدد النهار ده انا اتقريبا من مية وحداشر دلوقتي طبنا ما شاء الله انا مش اقدر طبعا يعني معلش يسامحوني اللي انا هقدر اجاوب على المية وحداشر شخص انا يعني المهندس سحمد كده بس يحددلي ثلاثة اربعة اسماء خمس اسماء ماكسمم اجاوب على الاسئلة وان شاء الله احنا مع بعضينا يعني فيه جروب مساعدة خير يا دكتور اهلا وساعدة للنزاكة باش مهندس محمد وعمل ايه لا تمام الله يخليك يا دكتور بس انا وساعدتك طيب حضرتك طيب كنت حضرتك وقلت ان ال TQM فيها قصور واشتغلنا عشان كده اشتغلنا بال Six Sigma انا كنت عايز استأذن حضرتك بس انا كنت عايز اعرف ايه الفارق ما بين TQM وما بين Six Sigma وهي هو القصور اللي في TQM عشان كده اشتغلنا بال Six Sigma هقول لحضرتك القصور اللي في Total Quality Management انت لما بتيجي تدرس Total Quality Management الاقصى حاجة عندك ال Seven QC Tools صح؟ تمام حضرتك اللي هما سبع عدوات الجودة هي دي اللي انت بتدرسها وابتدرس المنهجية عن طريق بيديكا انما بالنسبة لل Six Sigma طورت نفسها من خلال تطبيق عمليات احصائية زي برنامج المنتاب 17 وهو من احدث البرامج الاحصائية المقترب بيه دوليا من هيئات الجودة العالمية زي ال International Quality Federation وال American Society for Quality فطبعا Total Quality Management ما بتطبقش في المنتاب 17 ما بتستخدمش المنتاب 17 المنتاب 17 ده برنامج احصائي دولي والبرنامج الوحيد اللي معترف من هيئات الجودة العالمية زي انت طبعا عندك هيئتين اللي معترف بيهم دوليا اللي هي من اقوى هيئات المنحة في اللين سيكسيجما اللي هي IQF والASQ زي ما حضرتك عارف ما بتحترفش بال ما بتحترفش بال يا سيفن كيوسي تولز اداة هندرسها مع بعض اللين سيكسيجما بس جات اللين سيكسيجما راحت مخترعة بقى انظام لها ومنهجية خاصة لها اسمها المنتاب 17 وعملت برنامج دولي بيتحدث كل سنة دوليا البرنامج دوت اللي انت بتطبق عليه العملية الاحصائية المستخدمة عندك في السيكسيجما سواء في الدفاين او المجر او الانالايز او الامبروف او الكنترول وبتطبق العمليات الاحصائية بالبرنامج الميني تاب وبتققلك ريزلت قوية مش موجودة في هو ده الفرق ما بين والليل سيكسيجما طبعا ده الفرق الاول الفرق التاني ان ما بيدرس اللين ما بيدرس اللين وزي ما حضرتك عارف ان اللين مانيفاكشرينج دلوقتي بتعتبر من اقوى منهجيات التقليل الهدر وتحسين الكفاءات على مستوى العالم اللي هي بدأت تعتبر في اليابان في شركة تيوتر فطبعا انت عندك دلوقتي منهجيتين لم يستخدموا في منهجية السيكسيجما بتطبيق برنامج اللي تاب 17 ومنهجية اللين اللي هي تعتبر بتقلل الهدر وبتحسن الكفاءة في العملية ودول طبعا مش موجودين في طبعا اكيد اجابتي واضحة مشاكل جدا لحضرتك يا دكتور يا استاذ صغايب اتفضل تعافظ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته ازاك يا عندسك عمضان كريم عمضان كريم ازاك حضرتك وصالت باية طبعا عندي ثلاث اسئلة ولكن سوف اطرح سؤال واحد اليوم وتالى الاسئلة الاخرية خليني المحاضرة الجاية بالنسبة تفضل عن سؤال عام ما رأيك في الصين في مجال سيك سيجما هل لديها اقوى من سيك سيجما رائفة رائفة دولة صين دولة صين الصين الصين يا شاينة طبعا انت ليه حضرتك اخترت الصين ما قلت ليش الييران لي لا انت ذكرت اليابان وذكرت امريكا وذكرت بعض الدول ولكن الصين ما ذكرتهاش حبيت اعرف ما لا انا هقولك ذكرت اليابان ليه انا هقولك انا عندي ادلة اليابان عشان هي من الدول المؤسسة ليه خدت بالك فتعتبر شركة تيوتا اللي هي اخترقت نظام تيوتا بروداكشن سيستن تيوتا بروداكشن سيستن دي هي اساس اللين مانيفاكشن تمام؟ فعشان كده اليابان تعتبر هي اساس جزء منهجية اللين اللي هي الصناعات الرشيقة الخالية من الهدرة اللي احنا هندرسها ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاني والصين هنتطبق في الصين الصين بتطبق الصين بتطبق مفيش دولة في العالم دلوقتي مصر بتطبق انت دولتك ايه حضرتك؟ الجزائر انت منين؟ الجزائر الجزائر مفيش بلد في العالم دلوقتي سواء في افريقيا او في اسيا او في اوروبا او في امريكا ما بتطبقش علم اللين سيك سيجما ليه؟ لان هو بيحقق الربح بيحقق الربح دي تكلفة ولقيلة وجودة عالية فما فيش شركة او منظمة طبعا مش كله بيطبق بس اكيد في البلد في شركات بتطبق يعني لو هات اي شركة انترماشنال عندك في الجزائر هتعرف اللي هي بتطبق الين سيك سيجما ده اساسي ومش شركاته بس ده ابنوك ومستشفيات واماكن خدمية وجامعات اوكي مخوم مخوم شكرا العافرة جزائر مش معنى سعادة التوفية تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلامة الله وبركاته اهلا المهانس عاد التوفيق من مصر اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا كل الشكر والتقدير المهانس اسامة على المحاضرة المتميزة والبساطة الشرح وغزارة المعلومات اه ولكن السؤال حضرتك بالنسبة لطبيق السيك سيجما على شركات المقاولات وحضرتك عارف ان شركات المقاولات بتشتغل في مجال المشروعات والمشروعات بتبقى طبيعتها انها هي تمبراري وانها هي يونيك كل مشروع له طبيعة متفردة عن المشروع الاخر غير شركات المونفاكشن اللي هي بتنتج حاجة او حاجة متكررة فهل يمكن تطبيق السيك سيجما على شركات المقاولات طبعا اقول لحضرتك بمثال بسيط جدا طبعا منهجية اللين سيك سيجما تعتبر منهجية تطويق فلما حضرتك مثلا بتعمل او حضرتك مهندس بتعمل او عمارة او كوبري فانت لما بتجي بتعمل عمليات التحسين من خلال منهجية الدماج انت بتشوف التعريب بتاعك من اول الحفر وبتشوف مشاكله ايه وتحله من اول الاساسات بعد يعني بتشوفها بتعمل حاجة اسمها البروسيس فلو شارت البروسيس فلو شارت عندك للعملية اللي انت بتقوم بيها بداية من اول عملية انا وهو الحفر بتحفر بعد كده بتعمل اساسات بعد كده بتعمل مباني بعد كده بتعمل انشاءات لهاياتا بمرحلة التشتيب النهائي صح؟ انا بديك مثال او عمارة انت مش اكيد بتظهر عندك مشاكل في كل مرحلة احنا هناخدها على المشروع يعني انت مثلا عند حضرتك مشروع كبري مشروع مشروع مستشفى انت بتطبق عندك في المشروع اللي انت بتقوم بيه فبتمسك بتعمل العملية بتاعة الكمباوت وبتشوف الستارت وايه الستارت بروسس والفينش بروسس وليكن الستارت بروسس عندك هي عملية الحفر المبدئي صح يا ناسا؟ بتشوف حضرتك مشكله ايه بتشوف حضرتك مشكله ايه بتعمل له وبتعمل له والاناليز والامبروف والكنترول للحفر بعد كده المرحلة اللي بعد الحفر وليكن صب الاساس بتصب الاساس طبعا انت لما يعني ما هتيجي تصب اساس اكيد بتظهر عندك في المشروع مشاكل مشاكل في الاسمات على كل بند يعني هطبع انا على كل مرحلة على كل مرحلة لغاية لما توصل للفينش بروسس عندك وليكن التشتيب النهائي بقى اللي هو الكهرباء والدهان وبتمسك العمليات دي كلها وبتعمل للديفكت اللي بتظهر عندك اكيد في عيوك يعني اصلا معايا مشاريع كتير في الكنستراكشن انا ناس قدمتلي مهندسين مدني خلال من سنتين مشاريع كتير في الاردن وفي مصر وكان في الكنستراكشن وكان في العمارة معا المشاريع دي ومشاريع ممتاز انا قصد بقى شركة تلاقي فيها ايه الاسكانة تلاقي فيها المصانة تلاقي فيها الكبار الانفاء عندنا مشروع كل مشروع في مراحله المختلفة كل مشروع حضرتك هيبقى ليه مشاكله وكل خطوة المشروع طبعا بتبتدي انت بتعرف البروسس الاول من خلال المشروع البروسس اللي عندك فبتعمل ايه؟ بترسم كده بس دياجرام مبسط ليه البروسس فلوت شارت دياجرام بتقوم عامل البروسس فلوت شارت دوت بداية من اول عملية نهاية بالفاينال بروسس وبتحلل من طريق الخمس حاجات اللي احنا درسناها من النهاردة اللي هما الديماك الديفاين والميجر والأرماز والكوترول على كل بروسس لغاية لما توصل المحلل ايه؟ اكيد في خلال التطبيق دوت بالعمليات الاحصائية بالبيانات اللي انت هتحطها في وعملياته 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 هتقدر تقلل من العيوب وبالتالي هتقلل في ايه؟ في التكلفة طب انا عشان بس ما ناخدت وقت الزمله ممكن نستأذن حضرتك في كيس ستادي اتطبق فيه سيك سيجما على مشروع كونستراكشن حضرك لو فيه مشروع اه قريدة عمل قبل كده ممكن حضرك اه تتكرم هبعط لك المهندس احمد حسن مشروع كونستراكشن خميشة يا ربودة تمام شكرا يا فن بس انا هقول لك حاجة قل اه مشروع كونستراكشن طبعا المشروع كونستراكشن دوت هيتقدم من خلال المنهجية بتاعت الدماج هتلاقي انت طبعا عمليات احصائية زي اه يعني حاجات هتبقى يعني ايه بس انت هتكتاهد ده معناها بعتك عمليات احصائية وبرامج منتاب معمول بيها المشروع يعني الدماج هتلاقي فيها عمليات احصائية المشروع هتلاقي فيها عمليات احصائية الكنترول مثلا الاخير هتلاقي فيه الشرطات فالحاجات دي طبعا انت مش تدرى تفهمها يعني حاجات بتبقى بداخلها في بغنامج المنتاب وداخلها في الاكسيل بس انا هبعتلك عشان تشوف شكل المشروعي هل انا بستخدم كي بي اي في المشروع ولا في المشروع لا لما بستخدم كي بي اي خالص كي بي اي دي حاجة بعيدة على بيسك سيجن تمام فلاص احنا انا في انتظار المسائل ومشكورا يعني الف شكرا عشار هو لك عبر تاني سؤال تاني عن دسة اه دكتور مير عبدالدواد فضل السلام عليكم السلام عليكم الله يخليك شكرا على الشرح والمعلومات الجامعة بس السؤالي بالنسبة بالنسبة لمنهالية الدماء يمكن انا اتفاهمها في المشروع لو انا هتطبقها على الانشطة الموجودة في المشروع او الانشطة المتكررة في المشاريع على مستوى الشركة على مستوى محفظة المشاريع لكن انا بس عايز هل ممكن بيتطبق اه في حالة المشروعات التشهيد يعني انت هتطبقها او حعمل منتج جديد لو انا شركة لأولاد شغالة مثلا في المطارات او شغالة في الطرق وعايز اخش في الصرف الصحي ازاي هطبق المنهجية بتاعت الدمدام البروسيس عندك هي هي او بتختلف هتبقى هي هي فيها حفر فيها صب فيها اسمنت فيها زلط فيها حديد فيها كده فيها حاجات مشتركة وفيها حاجات بتبقبراية طبعا لسه جديدة تكنيكس جديدة خالص علي يبقى هتطبق الجديد الجديد هتطبق فيه الدمديف لان بتعمل الجديد حضرتك اللي انت اول مرة تستخدمه عندك في شركتك الحاجة اللي هي مجهولة او نجليتت ليك او انت ما تعرفش عنها حاجة لسه اول مرة الأوبريتورز والإدارة والناس في المؤسسة عندك عايزة تدرسها فبتطبق فيها الدمديف انما الحاجة المشتركة الحاجة الاساسية اللي الناس عارفاها زي حافر زي اساس زي بنا زي انشاءات اللي انت بتطبقها جنرال اه دي دماج اه بس انا الدماء دي في حضرتك قلت ان هو محتاج مدة عشان تبتدي تشوف يعني تشوف المنتج هتطلع الكلام ده ما ينفعش في المشروعات محتاج مدة اه محتاج مدة دي حقيقة محتاج مدة عشان تعمل بنش ماركينج للمنفسين لان انت ما ينفعش اه تطبقه كده في شهر وتيجي تقول خلاص انا اشتغل فيه بالدماج افرد اشتغلت فيه بالدماج وفشل فلازم طبعا تشوف البنش ماركينج للمجال الجديد وتختبر نفسك فيه وتشوف اذا كنت هتمشي فيه ولا لا ولا هتغير ولا هتغير المجال انت الرفرنس ليك الرفرنس ليك الفلوس الرفرنس ليك اه مكسا او ربح المؤسسة المؤسسة هتكمل المؤسسة خسرت لا استوب انت تشتغل في حاجة هتخسرك ليه ان انا مدخلش في المشروع الجديد دوت او العمليات الجديدة ديت الا زي انا اصلا طبعا اه طبعا انت تعمل استودي بالطريقة دي اشتغل عليه وشوف عالم يعني يعني طبعا ده رزك وبعدين مش رزك عليك لوحدك ده رزك على المؤسسة او انا ادفع وكلف واصرف ملايين وفي الاخر الشركة تخسر او المؤسسة تخسر عشان مشروع ما تدرس كويس؟ طبعا لا طيب المهانسة عادل مشكورا انطلب في المشروع انشطته معروفة لكن انا انا عايز النقطة ديت بعد يظهلك في حاجة تشهيد تم دراستها بعد يزنك لو كان برضو نفس القصة دي موجودة ناخد عنها نموذك برضو وهو نفس المجال بس انا عايز تطبيق الدمتف ديت يعني عايز تطبيق الدمتف ازاي تطبق على مؤسسة لسه دخلة في حاجة جديدة في عمل الدمتف دوت هي هي نفس الدماج هي هي نفس الدماج وهو هو وهو وهو الحاجة الجديدة عندك الدزاين بس الدزاين والفريفاين انما هي هي نفس نفس كل حاجة مع حضرتك انا مش هقدر اصنف المشكلة لان لسه ما عنديش خبرة في الموضوع. وده اللي عايز اقول حضرتك. انا لسه الموضوع جديد علي. فما عنديش خبرة فيها عشان اعمل المشكلة ده هي. ولا اقدر عمل لها لاني مش عندي. انا الوقتي ما عنديش القصص دي. احجبها من ايه? فهو ده سؤالي من اصل. قبل ما بتطبق الدماج. هقول لحضرتك. قبل ما بتطبق الدماج بتعمل حاجة اسمها البروسيس بيرفوربانس متريكس. دي طبعا ما بتتدرس في الوايل. بتتدرس في اليلو. اللي انا بشوف مؤسستي فين? فيه? من خلال ستة حاجات كده وحاجات بندرسها. زي السروبو تيلد وزي الزي اليلد وزي الزي الزي بي واي. حاجات كده بتتدرس وعلاقات وعمليات احصائية. بناء على الحاجات دي بتشوف نفسك. ازا قدت هتطبق الدماج ولا لا. يعني من خلال البروسيس بيرفورمنس متريكس. مقاييس عمل البروسيس اللي انت فيها. البروسيس اللي عندك اللي انت شغال بيها. لو قلت عن الرفرنس في الحاجات دية. الخمسة وستين في المية. بتبتدي بقى تعمل استاديو بتبتدي بقى تشوف بقى ازا قدت بقى هتطبق ولا مش هتطبق ولا الكلام بقى. يعني هي دي اللي بيتبين لك ازا كنت هتبتدي في التحسين ولا لا. طب احنا لما نتكلم في اضافة المشروعات بالكلمة عالسيكس ام. دلوقات دلوقات في مصول تتكلم. لأ 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 اي ضربت حاجة اللي تنهال السيكسيجما بتخش فيها حاجة من الماركتنج. من قياسات الماركتنج. لا. ما لهاش دعوة. هي السيكسيجما شغالة على العيوب وتحسين العملية. ده بالنسبة في السيكسيجما. واللين بتقلل الهوادر. طب اللين دي هتنفعك في ايه حضرتك? يعني بالنسبة ليك وبالنسبة للدكتور عادل اه دكتور عادل او المهندس عادل اللين دي بتقلل هوادر. طبعا انت اكيد عندك هوادر. لا طبعا. ايه موقع فيه هادر طبعا لازم. لا مهم انت بتدرس بقى في اللين حاجة اسمها ثمان هوادر. الثمان هوادر ديه زي الوفر برو داكشن الوفر بروسسنج الويتنج تايم الترانسو بورتيشن الانيوتيلايز سكيلز. الحاجات دي كلها ثمان هوادر دول انت بتطبقهم عندك في اي مجال بقى شغال في تشييد شغال في مياه شغال في صرف صحي شغال في اي مجال بتقلل بتعمل ريديوسنج للهوادر اللي عندك دي. الهوادر اللي عندك دي برشروع بتطبق فيه زي السيك سيجما. السيك سيجما ليها مشاريع بس بتقلل الاختلافات والتبايلات في العملية. انما اللين بتقلل الهادر وتحسين الكفاة. فلما بتيجي تدمج الاتنين مع بعض اللين مع السيك سيجما يبقى انت كده حققت مراب. بتقلل الهادر في البكام من خلال ثمان عمليات هنيدرسهم مع بعض في اللين. ومن بعد تطبيق السيك سيجما بتقلل اختلاف وتباين العملية. يبقى انت كده حققت السرعة في العمل وتقليل الهوادر والكفاءة في العملية. ان معرفتش تطبق في السيكسيجما. ان معرفتش تطبق. ان معرفتش تطبق في مجالك الدماج في السيكسيجما. اكيد هتطبق الليل. لا انا اصلي السيكسيجما نفسها ممكن استخدمها في الماركتين بالتشهيد برضو نفس القصة. انا اصلي في النهاية دي عملية او خدمة. بص حضرتك. الدماج اه منهجية السيكسيجما لها الدماج بتستخدم في اي بروسس شغال. سواء كانت بروسس صناعة. او بروسس تجاري. او بروسس انشاء. عشان تبقى عايق. اجهدتك انا ياسف معلش. شكر شكر جدا. لا لا ما فيش اي حاجة. شكر جدا. شكرا. والله هي خليك يا دكتور. التوفيق. طبعا يا جماعة. وانا نزلت حضرتكم ربط الحضور. احنا هناخد بقى اخر مشاركة. اه استاذة غودة فاروق. فضالي. شكرا على المحاضرة القيامة دي. الله يخليك يا دسلامي. كل سمع من. اه سامعك. فضالي. شركة فاركل الادوية. اه انا معي. انا سام بحاجاتك. ومسل للمانيفاكتشر. في الفارماسيوتيكال. طبعا انا ربحت المحاضرة على سمعة حضرتك يعني. وطبعا حكم السايب نقطة لما شرحتها فادي بداية. نتمنى بس الادمن يدي مساحة للمرأة شوية بس. لان كل اللي عد رجالة. بس الحمد لله يعني. اه كنت عايز اسأل حضرتك عن اه خطوات التسجيل للبلاك بيلت. لو حدنا يعني ان شاء الله نكمل مع حضرتك. تفاصيله ازاي والتكلفة بتاعته. ولا مش هزي بقى ان شاء الله. لأ اتدينا حضرتك يعني معلمات. اه. 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 ايه? التأهيل لي حضرتك يعني. اه. اه. حضرتك عايزة تتأهيلي اه ايه اس كيو يا ريت يعني. طيب بصي. اه هي بتبقى فيها انت اكيد عارفة اه وانت خدت. انا كده كده درسة الستاتيستيكال كونترول حضرتك على المنتاب. وتعملت في الاس بي اس اس كمان. يعني. درسة منتاب 17. حضرتك انا وصلت الاتنين وعشرين. لأ المنتاب اقوى. المنتاب اقوى. المنتاب المعترف بين الاس. يعني انا اخر حاجة عندي على اللايب اتنين وعشرين حضرتك. ده موجود معي. طبعا انا طبعا لسا حابة يعني استفيد اكتر في حد ترجمة الشرطات هي دي اللي فعلا بتبقى اللي هي فيها التكنيج بقى. يعني ان حضرتك ازاي تبصي على الشرط. وتعرف الدفكت فين ان انا بتاستغل عليه. او الهم لك بسرعة كده. انت عندك طبعا الانواع الخرايط الكنترول شرط انواعيين. متغيرة ومتعددة اللي هي دي تبقى للخواص وللبيانات. دي بتبقى لها تلات انواع والخواص بيبقى لها اربع انواع. اه بس دي طبعا يعني مش هددت الدرس في الوايت يعني. لا لا طبعا انا اقول حاجة في السبع. السبع انواع دول السبع انواع دول اللي بيدرسوا من اول اليلو غات البلاك. الخرايط بتاعة الكنترول شرط ايه هي ثابتة. هم السبع انواع دول انا درستهم في اليلو درستهم في الجرين ودرستهم في البلاك. انا انا درستهم فعلا في الجرينو. اه طيب. واحدة تدرسهم برضو في البلاك. هم هم برضو في البلاك. طبعا انا يعني ابرشيتر نحك دايما يقولوا سيفن ويست لا احنا جديدة او لا جديدة. عادة هم بينسوا دا حيثة اللي هي النزاء يعني استفيد من البشر او الناس المؤهلة عندي او الناس اللي عندها خيبها. او انا انا دي حاجة طبعا يعني كلنا. او يعني يعني بالواضح ان الماتيريا اللي يعني لا يعني وفية اوي اوي. طبعا انا حابة اشكر حضرتك انا الحيثة بتاعت البروفورمانس دي حاجة جديدة فعلا احنا عندنا في صناعة الدواء. كواليتي ماتريكس. كواليتي ماتريكس طبعا لا يعني حاجة مش مش وينة يعني. دي بتتحطي على اه بروفورمانس معين حتة الريكول لو حصل لقدر الله كومبلاين. اه. 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 طبعا دي حاجة اه. وده لسه داخل حديث اه. اه. وده لسه داخل حديث. اه. انا يعني اكتر من ان انا بسأل انا ابرشيت للماتري. اه. اه. انا في الجريم. اه. اه. انا في جريم. لا درجة السيجما كاما عندكم بالشركة. السيجما عندنا. درجة السيجما ليه بقى. اه. يعني احنا نقول الفايف سيجما. يعني احنا هنقول. لان احنا ما اشتغلناش قوي على السيجما. ايه. موطبيع حديثة انتعرف احنا. احنا عندنا بس عشان حتة البركوشن عندنا الدستور بتاعنا جي ام بي. اللي هو. فبتبقى شوية دقيق قوي علشان طبعا رحك عارف التعاملات يعني دي. ارواح بنا قدمين احنا. احنا بتعمل في صناعة. صناعة حارجة. اه. الله يخلى حضرتك. فطبعا بتبقى الحتة دي شوية. لأ بنهتم قوي. وبنعمل الدراسات السنها. الانوال بروتكت ريفيو. دي احنا بنمسك اليلدات دي. لأ. وبنشوف مفيش حاجة بتتساب يعني. الحمد لله. فانا طبعا شاكرا لحظات جدا. مش هطول عليك. وكل سنة بحاجة طيب. ورمضان كريم. وآآ شكرا لزي احب. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. تشكع واسلامت زود. شكرا. في اي حد عند سؤال تاني. واحنا في عندنا كده دقريبا فيه ثلاثة بس رفعين يديهم لو ممكن ناخد حسنيةهم كده بسرعة. يعني ساز محمد الحديد. الحداد تفضل. محمد الحداد حضرتك لا سمعنا. حضرتك سمع عليكم. سلاحت الله ركاته. يا رباني اكزي خير عشان سسامة. الله يكلمك يا رب. الله يخليه. هو استكمالا. استكمالا. لسؤال المهندس عادل شركة شركات مأولات. هو حتة ان الشركة لو لها لفل يعني حطاك قلت مسلا لفل الكوالاتي او كوالات لفل اللي هو من وان سيجما لحد سيجس سيجما. لحد بعد كده. سيجما لفل. هل الشركة اللي لها مشاريع مختلفة مش مش مصنع ثابت بينتج منتج معين لو شركة معولات وعندها مشاريعها مختلفة? معنا جاوبت على. معنا جاوبت. معنا جاوبت. انت لما بتطبق درجة مصنع جاوبة على مشروع. بس المشروع بيفرق يعني. من مشروع لمشروع لمشروع. لما بتطبق عندك وبتعمل لأي مكان تاني. طبعا هي شركة المؤولات بيبقى ليه درجات. بيبقى معروف مثلا ان شركة المؤولات الجودتها عالية وفيه شركة مؤولات جودتها ليلة. بتبقى معروف الكلام ده في السوق صح? ما انا بقول له هاداك بقى هو هل 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 انا كشركة? زي شركات مثلا تريبل سي. هناخد يعني شركات تريبل سي زي الشركات العالمية. بتبقى عندها درجة جودة عالية. فبتقلل نسبة العيوب. بتقلل آآ نسبة العيوب عندها بتبقى ايه? في الحفر في الصب في الاسمنت في الاخطاء اللي بتحصل آآ مش يجي واحد يقس بالمتر من عمود لعمود يلاقي فيه خمسة سمتي. ماذا? انا بديك امثلة يعني. آآ لأ الخمسة سمتي دولار اليوم? لأ مزبوطين. زي البعد اللي على اللوحة. هي درجة الجودة هنا اللي بتفهم. ما انا بقول له هاداك عشان تسامة هل درجة الجودة? هل درجة الجودة انا مطلوب منك هشركة مسلا زي شركة مسلا زي شركة مسلا زي شركة بتروجيتة في مصر مسلا. عندنا مشاريع مسلا كزا عميل وكزا كزا مشروع. هل انا مطلوب منه ثبت الكوالة ده بغض النظر عن 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 العميل وعن حجم المشروع وقيمته المالية? لا. يعني مثلا انا بحط 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 مثلا بحط مثلا يعني تأهيل الاشخاص. لا. ما انا مش اتسامة. هل انت مش عادك في المشروع اي تي بي? اه بالضبط. عادك دايما في المشاريع بيبقى طبعا الناس اللي هي المهندسين المدني والمهندسين اللي بيشتغلوا مشاريع في المؤولات بيبقى عارفين الموضوع اللي انا باكلم فيه لك. بيبقى في حاجة اسمها اي تي بي او اسبيسفيكيشن اا من العميل. اللي هي وانت بتمضي العقد الكونتركت بيبقى بيديك حاجة اسمها ايه? مواصفة. صح? المواصفة دي بيتحط فيها التولرنس. التولرنس دي هده اللي تشغل عليها. العميل ده في عميل بيطلب جودة. في عميل بيطلب جودة. بيدفع. صح او الغلط? بيدفع. انا هدفع لك فلوس في مقابل اللي انت تتحقق لي التولرنس اللي موجودة عندي في المواصف. فبتضطر اللي انت تقبل. وهتاخد منه الفلوس. وفي عميل تاني يقول لك لا انا مش هدفع. انا انا عايز المشروع اه بس اه كده. اه طب ايه انت مش عايز مواصفة مش عايز طولرنس عالية? لا 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 لا. فما تقدرش اللي انت ايه? تسبب. تمام. لان منهجية السيك سيجما وانت بتطبقها دي مكلفة. عشان تحقق لك الربح. فانت ما تدفعش من جيمك. وما تدفع وما تخليش الشركة تدفع وطبق مشروع دماغ عشان توصل لدرجة جودة او مستوى جودة عالي خمسة ولا خمسة سيجما ولا ستة سيجما ولا ثلاثة سيجما وهو اصلا الكلاينت او الكاستور اللي انت بتتعامل معاه مش طائبها. ما هو مش هيديك تماما. ما يفتحها يا كلس. تمام. فانت ما تقدرش اللي انت تسبب طبعه. تمام يعني ده اصلا مش شكرا جدا لسا. بالله يا كل خير. بالله يا كل خير. تماما باش ما ينسى حساب الدين تفضل. السلام عليكم. سلاحة الله وبركاته ازاي كان بس? ازاي كدو? ازاي كدو? والله عبو حضرتك بخير. انت طيب. شكرا على المحاضر المخيدة دي. انا بس حبيت اسأل حضرتك انا اولا مدير مخازن بشركة العبد الحلويات. اه احنا. سهلا. اهلا بك. في سبيل ان احنا نطبق السيكسيجما عندنا في الشركة واللين. طبعا انت من الاساسيات الاغزية بالزاد من الصناعات الاغزية طبعا الحلويات اغزية. فهي انت لازم تطبق اللين والسيكسيجما عندك. لان لازم توصل لدرجة جودة عالية في المكان وعشان تطبق درجة الجودة العالية طبعا هتقدم هتوصل لاعلى ربح. تمام. انا شغال ويرهاوس مانجر هناك. عايز تعرف هتطبقها ازاي? اه يعني احنا احنا بس كنت عايز اعرف حل اه المراحل بتاعة التطبيق هتبقى متوازية في المصنع كله. يعني في كل الاقسام هو دلوقتي فعلا بدأ ياخد زي ما حضرتك قلت بدأ ياخد اه فرد من كل قسم عشان. بكاري التيم اه ما هو لازم يكاري التيم. رجل التحسين بتاع البلاك بيلت. اه لما بيجي يخش المنشاعة ويعمل التطوير بياخد فرد من كل قسم. عشان يعمل الايه? اللي انا اتكلمت عليها مع الدكتورة هدى. وبعد ما بخلص البروسيس برفورمانس متريكس. بخش على بقى الدباك. طب بعمل ليه? بروسيس برفورمانس متريكس حاجة اسمها الانشيال اساسمنت. التقييم المبدئي للمكان. طب التقييم المبدئي للمكان ده اللي انا هشارحه لكم الفترة الاسبوع الجاي. اللي هي اللي انا بحسب السيجما ليفل بتاعت المكان. السيجما ليفل بتاعت المكان. وان سيجما تو سيجما سري سيجما بنقل عليه بتدي اشتغل في الدماج وابتدي اعمل الابلاي بتاعني. تمام. هل هو بقى هيبدأ آآ بالتوازي في كل الاقسام ولا هياخد جزء معين من التصنيع يطبق عليه الجزء دوت. في كل الاقسام. في كل الاقسام. هقولك ليه? هقولك ليه في كل الاقسام? سؤال جميل جدا. المكان بتاعك انت ولتكن انت قلتلي المصنع بتاعك اسمه ايه? اقول المكان? العبد? مصنع العبد الحلوية اه. مصنع العبد الحلوية. البروسيس بتاعتك اللي بتتم دي مش بتتم من خلال المصنع كله? انت بتعمل للحسابات سيجما. ليفل. وبتعمل المالية سيجما ليفل. وللانتاج سيجما ليفل. وللجودة سيجما ليفل. وللاضارة سيجما ليفل. وللمخازن سيجما ليفل. وديكي تجمع كل السيجما ليفل دي وتحسب للمصنع كله. يديك السيجما ليفل بتاعت المكان. فهمتوا ولا اقولك تاني? لا لا تمام تمام. فهمتها? يعني انا دلوقت لما اجي احسب لمصنع العبد سيجما ليفل. هحسبه ازاي? هحسبه لكل الاقسام. وجمع السيجما ليفل لك. شكرا. الله يخليك. شكرا فاني. بتعمل كده اخر من دخل معنا بشمالة اسماعيل حسني تفضل. ما شمالة اسماعيل حضرتك لو عايز سفتح الماء كتفضل? ايوة. سلام عليكم يا دكتور. سلامة الله بركاته. ازاي حضرتك عامل ايه? كل شيء انتعي بحضرتك وآآ رولان كريم. الله يخليك. عنديش اي سؤال بس هو انا حبيت بس اخش مداخلها واشكر حضرتك عالمحاضرة الحالة. الله يخليك تسلم وتشكر تزوءك. الله يخليك. بس. متشكر جدا حضرتك. العافو توفيه لك. تمام استاذ محمد صادر. استاذ فضل. اه سلام عليكم يا دكتور. سلام عليكم يا شمالة. اه كلها محمد طيبين. اه كنت بس بعقل. طب بس اه في المجال ما قلت على حدركة احنا عندنا في قسم اسمه الكواليتي كنترول. هو بيتابع الشغل بتاع البنود وهو بيراجع على الكواليتي بتاعة الشغل بتاعة الا اما او الدزاين. لو شغل الدزاين برضو بيبقى في قسم الكواليتي كنترول بيراجع على شغل الدزاين بيطلعه يعني بيقلل نسبة الاخطاء بيراجع على الخطوات بتاعة التنفيذ الدزاين من معماري وانشائي وكهربا وميكانيكا وآآ كل التفاصيل طبعا. بيبتدي يراجع كل التفاصيل دي مع المهانسين اللي بيصممه. ومن خلالها بيبتدي يعمل اللي هو عن طريق الا اما السجمة او عن طريق الليل. اه بالنسبة للكونستركشن برضو بيحصل نفس القصة كواليتي كنترول بيبقى فيه ناس من الكواليتي بتتابع الشغل على السايت وفيه ناس بتتابع الشغل على البلانينج وبتابع على البروسيس كاملة صح؟ يعني انتو شغالين كده على البروسيس كاملة؟ بالضبط من اول بداية المشروع البروجيكت من اول بداية البروجيكت من اول ما يبتدي في مرحلة البلانينج بعد طبعا من اول دراسة العقد وطرح المنقصة لحاجة. يعني مدخلين معاكم العقد والحسابات والمالية الكلام دوت والمخازن وكله؟ كله بيتابع كله بيتابع كل حاجة. طب يبقى انت كده مكرر التيم يبقى انت كده عامل تيم سيك سيج ما ملهاش دعا بقى بالكواليتي كنترول سيبك من كلمة كواليتي كنترول بقى انت كده عامل تيم شامل بيعمل ايه؟ بيعمل الادماج لكل الاقسام الموجودة عندك في المؤسسة او المنشأة او المكان المأونات اللي انت شغل في. المشروع اللي تحت سيطرة المشروع الواحد. يعني بيدرس المشروع الواحد من اوله الاخره. كأنه برودكت زي ما بتعمل برودكت خط انتاج بيفضل يتابع فهو بيمسك المشروع الواحد بيتابعه من اوله من بداية لحد الكلو. تمام الله يصنع عليك. الناس اللي كانت بتسأل الناس اللي كانت بتسأل في اول الدكتور عادل والدكتور ماهر يريد يسمعوا المداخلة دي. عشان تقريبا نفس المجال. اه اه. تمام. وفيه طبعا طبعا المالك بيبقى عنده كواليتي آآ كنترول بيدرس الموضوع بالتفصيل بيدرس ايه ازا كما هتقدر تكمل معاه بعد كده في مشروع تانية ولا لا. آآ الاستشاري بيبقى هو عليه برضو آآ من المالك آآ المالك بيبقى عنده برضو الجاه دي بتدرس المقاول العام اللي بيينفذ المشروع ازا كان بيشتغل صح ولا غلط عنده نسبة الاخطار. انتو طبعتو طبعتو اللي سيكسيج ما عندكو? والله يا دكتور يعني انا بالنسبة لي كاستشاري عبارة عن آآ كواليتي مش كواليتي سوبر فيجن. تمام? بس آآ انا يعني ايه شايف الحلقة مش هزاي. آآ آآ المقاول العام عنده نفس القطاع اللي هو بيراجع الشغل اللي بيتنفس عنده آآ الهيد اوفيس بتاعه بتاع الكواليتي بيدرس آآ بيعمل سلف بيعمل من المشاريع القديمة اللي حصل فيها مشاكل عشان يتجنبها عشان يحفز على اسمه او يعمل آآ يرفع من كفاقته آآ دخل في مجال جديد بيحاول بيدرس المجال ويشوف الدروس الدروس المستفادة من الناس اللي سبقيته. الكلام ده بيبقى بيبقى موجود يعني. يعني يسهل ان انت تعرف تعمل آآ دراسة او بتعمل بحس بحيس ان انت بتبتدي تدرس المنطقة المشروع اللي انت عايز تبتدي تخش فيه من جديد. او آآ يعني ايه تبتدي تنفس فيه من جديد. يعني مثلا زي ما الدكتور الفاضل كان بيسأل ازاي نخش مشروع صرف صحي شركات انفرا واحنا اصلا بتوع منشآآ آآ منشآآ فعايز يخش في المجال انفرا. فبيفضل فبيعمل ايه? بيعمل دراسات سابقة وبيفضل يطلع داتا عن المشروع السابقة ومن خلالها بيعرف يحدد النقط اللي هيشتغل فيها لان في الاول وفي الاخر يعتبر بالنسبة لنا هي مجموعة بنود آآ مترسة وراء بعضها بطريقة معينة ان احنا بننفذ مصلا مرحلة الحفر ومرحلة مش عارف آآ رفع المساحي قبل الحفر. اللي هي بروسس بلود شارت اللي عندك. البروسس بلود شارت اللي عندك اللي انت بدون بيه? بزبط. بداياتها من اول آآ لغاية الفينش بروسس. بزبط. من اول الدراسة وبعدين مرحلة البلانينج وبعدين مرحلة التنفيذ لحد. تمام. بس انا عايز بيلي حضرتك على حاجة. اللين سيك سيجما بيبقى لها ادوات محفوظة. زي اللي كانت دكتورة هودا بتتكلم عليها من شوية. ادوات محفوظة تتحط على برامج زي والاكسيل. فهن البرامج دي بتستخدموها? والله يا دكتور بالنسبة لي انا كشخص يعني انا ما احتكدش بيها. بس انا على يعني ايه زي معلومة عامة ان انا عارف ان الناس اللي في الكواليتي بيشتغلوا بالبرامج دي. عشان يطلعوا. لو بيشتغلوا بالبرامج دي بحالي تطبيق دماغ. لو بيشتغلوا بيها. اه. لسه يعني هاتصل بيهم بحيث ان انا يعني بدأت افهم دلوقتي نقط معينة افهم منهم بقى ازاي بنطبق ومع حضراتكم طبعا. لكم الفضل في العلم اللي بتعلم. يا تعتبر يا تعتبر اللينسكسيجما احدى استطور احدى استطور في علم الجود. بالزبط. بالزبط. هي المين امبريلا بتاعت كله يعني. بالزبط. شاملة كل حاجة بقى. شاملة الجودة شاملة العمليات شاملة الحسابات شاملة العمليات اللي بتقوم تحت المؤسسة. هي اللينسكسيجما زي ما قلت انت كده هي الامبريلا اللي شغلت تحتيها المؤسسة. بالزبط كده. زي الايزو كده. زي الايزو كده. زي الايزو. بالزبط صحة كده. بالزبط. بالزبط. الف شكرا دك. حادي بسؤال كالي. فاضل الى استاذ رفيق فطر. شوان استاذ رفيق. شوان استاذ رفيق. ايه يا مصد خير يا بني. هو السؤال بخصوص. اهلا بك بني. سؤالي بخصوص الديفنيشن على الاستراتيجية بتاعت السكسيجما. اه في الوصول تحل الى الفتة طويلة الامد. اه. اه. سمعني فانم. ايوه. اه. شركة كوترولا طورت السكسيجما في خلال اربع سنين. جيراليكريك طبقت في خلال سنة واحدة ووسطه لي السكسيجما اتشيفمنت. تلتميت مليون اه تلتميت مليون دولار. اه انا مش بقارن ان ده وصل اتنين واثنين من عشرة مليون وده تلتميت مليون على بقى. اتكلم في حاجة تانية اللي هو ايه الكريتيريا اللي نقدر نحكم عليها ان انا وصلت للأتشيفمنت او الماكسيجما اتشيفمنت. السيجما ليفل حضرتك. السيجما ليفل هي الكريتيريا اللي انت بتقوم بها او المعايير السابتة اللي انت بتقيس عليها درجة تطبيق منهجية السكسيجما ليفل في المكان. يعني موتريلا دلوقتي حضرتك. دخلت وشفت درجة السيجما ليفل بتاعتها. هتلاقيها خمسة بوينت تمانية. تمام. هي دي المعايير. تمام. انا ممكن. تيوتا سبعة سيجما. تمام. انا السؤال بتاعي. في اليابان. اللي هنا. اللي في اليابان. يبقى انت عندك المعيار الاساسي اللي هي درجة السيجما ليفل. هو ده اللي انت بتقيس عليه. تمام. انا السؤال بتاعي. انا ممكن ابحاطي الدرجة ان انا اوصل لسيجسيجما. وبعد وقت محدد. طبعا. بعد وقت محدد سنة او اتنين او دلاتة او اي ان كان ممكن. لا انت بازم تعمل بقى ما انا هقولك. ما نفيش حاجة اسمها هتطبق سيجسيجما والسنة الجاية ما تطبقش. ده الكلام ده مش هينفع. ده بتبقى استراتيجية. والاستراتيجية دي زي ما انت ما قلت في اول المحادسة اللي هي خطة طويلة الامن. يعني انا هاجة السنة ده طبع خمسة والسنة اللي بعدها طبع اتنين شانفة. لا ولا ممكن ابحاطه بالترجة بتاعي ان انا بوقت. والترجة بتاعي انت هي الشركة بتزيد مش بتقل. ايو مديرات الانتراتيجات لما اجي اعمل استراتيجية. لما اجي اعمل استراتيجية وانا لسه في اه الطايم لاين زيرو. انا لسه ببتدي الاستراتيجية. لا انت لسه الاول بتبتدي فبتعمل الاول اللي انت بتشوف انت نفسك فم سيجما انت وان ولا اتنين انت كده يعني درجة السيجما بتاعتك كام? واحد اتنين تلاتة اه فاهم? اه بعد اما بتوصل لاعلى ترجة وليكن تلاتة سيجما. وليكن. انت بقى من هنا من اللخزة بتاعت التلاتة سيجما دي بتعمل بقى الاستراتيجية. اللي انت ما تقلش عن تلاتة. اللي انت ما تقلش عن تلاتة. تزيد ماشي. ما تقلش عن تلاتة. انما ما ينفعش وانت زيرو تعمل استراتيجية وانت لسه بتعمل اه مقييس للعملية. اللي هي المقييس بتاعت اداء العملية. بتشوف مقييس الاداء العملية. هل انت هتقدر? ولا لا? هل الشركة اللي انت شغال فيها? او المؤسسة هتساعدك في كده? ده بقى المهم. دي النقطة المهمة اللي انا عايز اوصلها لك. تمام. لو انا وصلت للتلاتة اللي حضرتك بتتكلم عليها. مش انت مش انت اللي هتنفذ. حضرتك مش انت اللي هتقوم بالسيج سيجما. مش انت اللي هتروح اه في الشركة تقول لهم انا انا هخليكم خمسة سيجما ولا دراتة سيجما. ده لازم الادارة العلية. الادارة العلية عندك في الشركة هي اللي توقف معاك. هي اللي تديك الباورز. هي اللي تشكلك تيم. هي اللي هتصرف على الموضوع دوت عشان بعد كده تلاقي. يعني اهو استاكنت مش بطل وهتنزل في الشركة وتقول لهم احنا نطبق سيج سيجما وبتاعه ايه? ولازم غصبا عنكو. ولازم تشتغلو. ولازم تطبقو. ولازم يبقى درجة الجودة عالية. لا. الكلام ده استحالة. احنا انت من السوبرمان ولا انا سوبرمان ولا ايها. ده لازم من ادارة العلية. هي اللي تبقى مقتنعة. وهي اللي تبقى تدفع معاك. وتديك الباورز والصمحيات اللي انت تقدر تطبق المنهجية دي. وتدرس معاك. وتجيب لك ناس. وتكريت لك تيم. وتصرف. عشان تقدر توصل لدرجة تلاتة سيجما. انت الشركة دي هتصرف. فلوس. عشان خاطر تقدر توصل للدرجة دي. بنقل عليه. لما هتوصل للدرجة دي. خلاص بقى ده بترجة بتاعك. خلاص. انت دي بقى تعمل الاستراتيجية. اللي انت بقى تشتغل لمدة خمسين سنة بالتلاتة سيجما دي. ما تقلش عنه. بس بعد ما ايه? تعمل الحاجات اللي اللي هو تلك عليها. بعد كده تقعد مع التوب مانيجمنت. تعمله حاجة اسمها البروجيكت شارتر. وبعد ما تمضي العقد والبروجيكت شارتر. وتعمل الكلام دوت في نطاق عقد. وتمضي وتعمل بتاعك. ده اللي بتعمل في سيج سيجما. زي البي ام بي بالزبط وزي عقد اي مشروع. بتعمل عقد لنين سيج سيجما مع الادارة العليا عندك. وتخط الممبرز فيه. الناس اللي هتساعدك. والناس اللي هتقف معاك. اللي هو التيم اللي هيساعدك ويجيب لك الدياتا. بخلال الكلام ده كله. وبعد ما تمضي العقد مع التوب مانيجمنت بيبتدي بقى يديك الصلاحيات اللي انت بتشتغل. وانت بتقعد بس شهرين ثلاثة اربعة تبتدي تجمع بيان على المكان. انت لسه لغاية دلوقتي ما تعرفش حاجة عن السيج سيجما عندك. بعد ما بتوصل وتعرف انت فين من السيج سيجما. انت وان ولا تو ولا سري ولا فور ولا فايف. زي ما الدكتورة هودا كده قلت احنا فايف. زي مش عادي. بتبتدي بقى ايه? بتعمل الاستراتيجية بتاعتك في المكان. انت خده وافتع درجة السلم اللي عايزة. تغيبني? اه تباك. اتناشي بقى. شكرا لسابق. العافو. اه شكرا جزيلا لحضرات برشمندس اسامة كده الحمد لله كده المفادرة بتاكي. الحمد لله. طب تمام. يلا اشوفكم بقى الاخير ان شاء الله الخميس اللي جاي. اه في نفس المعاد نبتدي بقى نكمل اه اه الو اه اه واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. معاصل 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 أشوفكم على خير إن شاء الله السلام علي السلام علي معاصل معاصل